هذا هو حل الامتحان بتنميه الترم بتاع السنة التي هي ديسمبر 2020. نحن نذهب الامتحان step by step. في الامتحان دائما بصفة عامة، ورقة الامتحان بيبعليها تفاصيل كثير على شان خاطر تأخذ بالك من عدد أوراق الامتحان والأسئلة والطباعة ساعات في الطباعة حصل غلط، والطباعة ساعات التنميزية الورقة ناقص فميكشور دائما انك انت تأخذ one second يعني تبص على ورقك كله فالامتحان كان مكون من ثلاثة ورقات وكان فيه التسعة ورقات دي عشان الحل الامتحان تفاصيل وأحلول في الورقة السؤال اللي أولي يقول السؤال اللي أولي بيقول سأض metori ش advance the following question unhogone all intermediate steps and refer the tables if needed 指 et الجزء المهم الذي أردان هذا بال Analysis المهم هو showing all intermediate steps يعني لوحض الجهاب النهائي ما الذي يفgeาม من عمل فل 지금까지 م混�ى ويالسمن ويض belong المحتاجان لسؤال فهذا كمبارت من مطاليف الانتحان انك انت تشوء قول انت مدية ستبس اللي حطت الجواب النهائي for example التحويل من باينر اسملي جواب النهائي ما ياخدش الدرجة النهائي لان انا عايز اشوف الانتحان اتطالب منك توريني الانتحان وخدوا بالكم من الجملة دي لانها موجودة في الانتحان كلها ندل فيها احيانا بيقولك اعملي multiple choices او اعملي true false في جدول مطالب شو الانتحان بس اعمل اذا طالب منك تشو مي اول دستبس السؤال اولي يقول ايه rewrite the following accumulator style code اللي هو ده assembly codes segment using stack style الاسئلة اللي اسمها rewrite معناها ايه معناها انا مش بطلب منك تعيد كتابة الكود بطريقة مختلفة انا عايزك تكتبو بمصود الشكلة انا عصد ان هو مش بطلب منك تألف كود جديد او تكتب التاسك نفسها براق دي لأ انا عايزك تعيد كتابة الكود بس باستخدامه انا عايزك تعيد تكتابة الكود بستخدامة مختلفة مش بطلب منك تألف كود جديد او يعمل نفس التاسك يعني في بعض الناس تعمل ايه تشوف التاسك ده بيعمل ايه الكود ده بيعمل ايه وتكتب ال statement فيه وردتكم بال scene وبعني يكتبها بال stack code ده مش مظبوط انا بقول لك ايه rewrite ده يعني انا كود ده الجفن عايزك تكتبه بيعمل بال stack approach المثالة دي مستعق لايهنش ليك solution ممكن انظر كذلك سلووشن نتيجة هي في الاخر هيا شكلها عامل كده فهي في الاخر ممكن انت في ال state relationship تتحولها دي يبع عندك الاسي لوجه ده صح هذا بصغر نحن نقوم بتحديده في الإستاículات عوانية اللي هي 9 سياسة A من memory وهسي التابيد من seizure بن waived a oftentimes نستغل نفع أولا على ال stabilize بحب أقام بتا sommaire ن Egyptians en pour Adaches A إستغل نريد LIF الدوم يستغل contours بعد ان Iita A في الأكمللاتر بين load وعدها أد عليها أكمل من store في عد ريزبي في الأكمللاتر style، عندما تستور، لا يحدث شيئاً في الريجستر كما تأخذ منها copy وضعها في عد ريزبي بينما في الستاك، عملت كذا وعملت saving من الستاك للميموري فالدتر تتمسح من الستاك، وعشان كما نستعمل duplicate نحن نبدأ المستمين في الهرباء وعندما نستعمل companies من الستاك، في الهرباء المستقل، تبقى دعم 5 وبعدها نبقى popAddressB وعندما نضع negative sign نضع المستمين في الهرباء المستقل، نستعملها ونعلمها مثلا، يأتدفت في push ونستعمل وفي الآخر تستار في الهرباء المستقل، فإن اقضى ببقى popAddressC لو انت تريست الكود ده وده مش مطلوب قوي هتلاقي الكوب يعمليه بيحسب سي بتساوي مينس تو دي زي ما انا قلت طبعاً قويس الواحد يكتب كومنت عشان رجي صلى الله يبقى خباره على الآلات بتاعملية عشان بغلط لان انا قلت ان في كزا طريقة لكتابة الكود فانت ممكن تعمل ايه ممكن تعمل نجيت وبعد كده اتاد لو انت عملت نجيت للدين وانت قلت نجيت للدين تلانية واد حيب عندك نائس اثنين دي نعم؟ اسمبل ايه وعادة في انتحان في المتكي يوجد عندنا السؤال من الاركيديكش الاسطايل المختلفة السؤال السؤال الثاني اقوم بحثة الواقع اذا اكبر من ماكس ماكس ساوي ا انتوا ميبس اسملي كود تقوم بحثة الانتجر مختلفة ايه ومكس بحثة الانتجر مختلفة او ايه أو ايه ولم يكون انت مفود تعمل كده انت مفود تعمل كده اساسي انت مفود تعمل كده اساسي يعني الكومنتي دي لما تقليتش برضو حاول تعملها اطبع تهت اول حاجة بنعملها هناك ديناميك اريي انديكسينك وهذا لديه كود ستايل معين نعمل ايه؟ ناخد اي نضربها في اربعة اللي هي shift-lift-twice ونقادع عليها الادرس بتاع الـ offset عشان نوصل لفي الميموري بالضبط نوصل للمكان اللي موجود في الامنت اللي احنا عايزين نعمله لود وعكابة لود الامنت ده من الميموري تحطه في T1 اللي هي temp-register ودول temp-register بعد كده بتعمل ايه؟ بتشيك هل المكسم اقل من AI اللي هو عكس المطلوب يعني عكس المطلوب هل المكسم اقل من AI if it's set or less than if maximum اقل من AI ثم ايه؟ تساوي اثنين واحد branch equal branch equal لو الناتج ده بزير التده بزير التده بزير ايه؟ لو اكبر من او يساوي ايه؟ بيحصل ب go to exit add في الاخر لو go to exit اللي هو انت بشتمل حاجة لو ده ما حصلش خلاص؟ المطلوبة اللي هو A of i في maximum نحن نعمله ازاي؟ هنشوف هل A of i maximum هتاد T1 على 0 اللي هي المكسم اللي عملنا لها اللي عندنا T1 على 0 وتحط النتيجة فين؟ في S1 خلاص؟ لو maximum بتساوي A of i نحن نعمل لها loading في T1 فT1 نخطها T1 نخطها نجمعها على S0 خلاص؟ تساوي 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 هناك أشخاص من الناس و هناك أشخاص من الناس و هناك أشخاص من الناس الطريقة التي أحل بها و هي المفصلة لا يجب أن يكون المفصلة بالضبط ولكن أنا أريد التفاصيل الذي كتب هذا و كتب إعطالي التفاصيل لا يأخذ الدرجات هذه فأول شيء تأخذ بالك منها إنهم 1, 2, 3, 4, 5, 6 كل واحدة فيهم فيها 2 بايتس فهي إن الانستراكشن عبرها عن بعض بايتس فهي هناك ثلاثة الاستراكشن حتى هتجد الحل الموجود في ثلاثة واحدة و تابتده الأول و تأخذ كل اثنين تأخذ مع بعض و تأخذ كل اثنين مع بعض و تحولهم لأيين؟ و تستخدمونهم يعني بأثنين أتاخذتهم مع بعض وتأخذتهم تأخذ بأثنين arn والجزة الأولية يجب أن نضع مع بعضها ونفكه بالباناري ناخد اول خطوة نعملها ناخد اول ستة بيت علشان خاطر ايه علشان خاطر نشوف الوب كود اللي هو هتطلعوا البياناري بتاعهم دول والهيكسي كود ده ونطلعوا بالدسمال ده بعدين نلوك اب في التابل ده هو اللي كان جيفن لك نبص هنا تشوف الوب كود ده بتاع مين فهو الاربعتاشر هتطلع بتاعت مين الاربعتاشر موجودة هنا في التابل الاربعتاشر ديسمال فين الاربعتاشر انا مش شايف هادي الاخمستاشر دي دي غالط هنا في الامتحان المفوت تبقى خمستاشر الاخمستاشر ديسمال اللي هي اليو اي اي شو فيه غلط هنا انا لقيته النفسي ادي النفسي بونس مارك الاخمستاشر ماشي ودي اف في الافة خمستاشر اه الانستراكشن از اللي هو اي خلاص فنيجي في التابل هتلاقيهم خمستاشر هيا مزبوطة فهنا اول حالة نطلع نحول من بايناري لهيكس من بايناري لهيكس ومن هكس لدي اسمال ونبص في التابل نعفل الانستراكشن ونعفل منها بقى اي فورمات بعد كده وبعد كده نحط الاي فورمات دي في صيغة الفورمات بتاعة الاي اللي هي اي وبكود ورس رت وانترميتيت اي سوف نحط الانستراكشن بعد ان نقوم بايناري الانستراكشن دي اللي هي 32 نقسمها على كل فيلد من هنا 6 5 5 5 16 ونحويل بعد ان نحويل الكلام لهيكس لدي اسمال الاول فهياتا ده 15 0 9 ويجري التعمل لتلكميلي الخطوة يعني هي مفيدة في الحل اللي سيحويل هنا وبعد نكتب ندلقى الubecode ونكتب ونكتب الرس والرطي نكتب نجابهه من نصر من التابل بتاع الريجستر اللي هو نعمل نطلع منه الريجستر ونحط الـ نكتب الـ نحويل الـ لذي نجمع الناس اللي هيه تطلع ايه ونعمل اعلم �네 ومع واحد وبعد كده كونستانت واحد ده. خمس؟ فدي اول الانستركشن. التاني واحدة بعد كده هناخد ارقام اللي هي دي. نحطها هنا. مفكها باينري. ناخد اول ستة. اول ستة دول اللي منكتبهم هنطلعوا زيرو دي اللي هي تلاتاشر. نجحن نبص هنا في التيبل ده. التلاتاشر فين؟ التلاتاشر هي اللي هي or immediate. فالor immediate هي هي. وهي تلاتاشر يبقى or immediate. وانه نوزع اي فرمات بنفس الطريقة. ونحط الارقام دي هنا ونكتبها بالديسمل. وانه كان لقابة ارقام الريجستر في التيبل. فتطلع or immediate T1 T1 واحد. التلاتاشر بعدها نفس الطريقة. ناخد اول ستة. اللي هما دول. ونكتبهم بالبيناري. نكتبهم. وبعد كده. وبعد كده اي نحولها دي اسمل 43. فنيجي ال43 هنا. نبص بالتيبل 43 اهي. اللي هي store word. ونكتبهم انه store word برضه. اي الفرمات بالصدفة. ونكتبها في التيبل ده. فيطلع ايه. اللي هو بكود store word. وبعد كده الارقام الريجستر. 18 و 19. و 9. اللي هما S2. واللي هما بعد كده من T1. فالكود عبارة عن A. والكونستانت هنا عبارة عن Z. store word T1 0 S2. فالكود عبارة عن T1. فالكود عبارة عن T1. اللي هي دي. وبعد كده. or or immediate T1. واحد. وبعد كده. store immediate T1. و 0. اللود عبارة عن T1. والor معها. كما احنا عارفين. بتلود كونستانت كبير. في الريجستر. اكبر من 16 بيتا. فالكونستانت عبارة عن T1. الواحد ده موجود في الخانة دي. والواحد الثاني موجود في الخانة دي. سيبقى لكم. يعني اصد النصين كده. ففي جزء بيجي هنا. فهيجي هنا كده. وجزء الثاني بيجي فين؟ بيجي هنا. فبالتالي يحصل ايه؟ هيحصل انه value ستبقى بالشكلة كده. تو تلدس فايه ستبقى بالشكلة كده. اعتقد فيه غلطة تانية هنا. دي المفروضة وفيه واحد هنا كده. لقد اكتشفت النفسي غلطة تانية كمان ايه. فيه تو بوراس ماركل ايه. فالواحد الثانية النقصة دي. هي الواحد الثانية. فده هما اتنين لودد مع بعض. في الريجيستر هنا. فده بيخلي الرقم constant بيطلع كير بالشكلة. هذا ايه؟ هنا فيه مستيك هنا. اشاهد اصلحه. فيه غلطة تانية هنا انا شاهدته. خلاص. فبالتالي ال constant بي موجود في مين؟ موجود في T1. بعد كده في اللود بناخد T1 ونضع S2. بعد S2 بتاخد ال value دي. بناخد S2. اه. يعني موجود برضو فيه هنا تانية غلطة تانية. موجود ده يحط ده ال content. فيه اما S2 بتساوي ال value دي. دي بتباكن. اه. يعني S2 في الميموري. درس في الميموري. فيه اقواص مربعها هنا فيه غلطة تالتة كبان تالتة. اهي. اهي. المفوضة اللي احط القواصل تحت الميموري دي. فالميموري اللي الادرس بتاحها موجود في S2 دلوقتي. موجود في S2. الميموري اللي الادرس بتاحها ب S2. ياخد ال value دي. فاما ده يكون variable. اللي هو X. ياما array index. بس اول element في ال array. اه. array element. واول element ده. array element. بس هناخد اول element. لان احنا. اه. ما حطناش خطوات. ان احنا. نعمل. indexing. array. احنا. واناش خطواتنا هنعمل. indexing. اه. فبالتالي هو يطلع ايه. يطلع. اه. اعيز احطي تاني. ان هو. مش لازم يبقى الحل. انك تلود في. 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 في الميموري. لانك انت بتعرفش اصلا ان هو كان. او لا. فهو انت بتعملي. انت بت. 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 سويني. انت. 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 ان كل انت تعرفوا ان فيه ادريس في الميموري. ولكن أعطيه سيكون كثيراً. ولكنني أفضل الأول من أخرى. لن أفضل أول element في الري. ونعطيه معلومات أكثر من ذلك. ومطلوب مننا في المسألة إنه list Assumed Register Placement in a Table وهي Assumed in S2 يقيم base address of array A لكي تفعل الأفصد ب 0 أي أنه array of integers or integer variable X or integer variable X هذا أول سؤال. فأنا أفتح الميكروفون لكي خاطر لو حد عنده سؤال يتسعي. أفضل يا جماعة حد عنده سؤال. بحضركم أنت نزلت على الفيسبوك تقريباً أن الـ grades نزلت على Teams وهو لا يوجد شيئاً نزلت. والتاني حاجة طب سأنا بس الأول المفروض الكلمة الفعالية الأول بس أنت مين؟ آآ جادي طيب ال�ـ grades مش موجودة خالصة على Teams؟ مش ظهرة عندي لا. موجودة دكتور. لا أي موجودة. أصلا بيجي لي complaints كتيرة فأنا ممكن بس أبص. فأكيد اللي بي complain طب سواء أن أشوف بس مش ظهرة ازاي. وده ما نوش نرقة بالحل بس ممكن أبص عايد بس. الـ grades موجودة فين؟ أوه الفايل أخوه. سعيني. المايكروسوفت تيمز أجيبه ازاي هنا. تيمز أعتقد ده. مايكروسوفت تيمز. سوي. وأنا مش عارف أشاير مايكروسوفت تيمز لي. مش عارف. مع أنه مفتوح بس. حين أجرب كده. أهو. شايف مايكروسوفت تيمز؟ شايف الشاشة أنت؟ ولا مش ظهرة عندك؟ لا. هنا الـ grades لدي مش ظهرة. يعني مش عارف. شايف اللحظة. شايف الشاشة بتاعتي لعليها. أنا مش عارف دي فيها. مش بين عندك؟ لا المفتوح بين عندك صح? نحن بحبت. بس هل تتلاقي فيه general course class material grades وطحت grades فيه الفايل اسمه yearworkfirsthalf.pdf وشايف الفايل هل تخصي على الفايل؟ مايكروسوفت تبصي على هترين ازاي؟ general class material grades وغل الفايل له. تمام؟ ليس موجود عندك أيضا؟ لا تمام، هذا موجود ولكن بالنسبة لل section 5 CSE ليس موجود. ليس موجود أي الدرجات؟ all attendance أتكلم على ميت term ميت term وصل لنا. ولكن هناك شيء أيضا يا دكتور أن أول سؤال لنا النقطة طبعت معيش عشان من داعش الوقت سألني على الأشياء التي سألتك فيها. لو لم يوجد مشاكل في الغياب أو في الدرجات أتكلم المهندس ريز أهلاص؟ أنا يعني أنا مش وصل لي أصلا الغياب فمعرفش. ولكن بالنسبة للدرجات الميت term أول سؤال لأنا شايف أن أنا حل مصار. لا مش رح بتناقش دلوقتي يا شادي يا شادي أحنا بتناقش في الغيابات. الغياب كلم في المهندس ريز هو المتابعة معي. أهلاص؟ عشان بس ما نراحش وقت المحاول. أنا شرحت السؤال الأولاني. أنا شرحت السؤال الأولين. لو عندك مش كيف تراجب بتاعتك. أنا شايف أن أنا حل مصار. ماشي ده مش وقت ده إذا سمحت دلوقتي. ده تكلم فيهن مع المهندس ريز. ومحدش يكومنت على الحل أنا حليت أو ما حلتش. ده تكلم فيهن مع هندس ريز واسأله على الحل بتاعك. أنا أنا باشرح لك. حلو عايز حد أن أخرشني في الحل أنا باشرحه. تمام؟ تمام. سكرا. عادل. عادل محمود. عادل محمد. تمام يا دكتور حراج. اترفع ايدك. فيه حد تاني من رفع ايده وعايز سؤال أسأله جوناني. كارين باسم. دكتور مع إذن حضرتك. ممكن بس وحضرتك بتحل. تقول لنا في كل سؤال إيه اللي حضرتك بتبص عليه. يعني عايزه يبقى موجود في الإجابة. وما هي الحاجات اللي هم يمكن نعديها عادي. عشان بس نبقى فهمين. ده ده ده. ده اللي أعتقد انا بعمله. يعني أنا من الحاجات اللي أولتها من شوية. ده اللي أعمله فعلا. يعني أنا واخد وقت كاشرح كده. يعني أنا قلت في السؤال أولين ده. أنا عايز الخطوات بتاعته. يعني الحاجات اللي معاديين لاحظوها. وأنا باللحظة أما بصلح في الفاينال. أن الناس سأعت بيكتب لي الحل داع طول. لا أنا عايز الخطوات. أنا في الموضي الأنسرات اللي فاتت كلها موجودة أولاين. مش لديك تحل بنفس الطريقة اللي أحل بيها. بس هو I need something organized like in instruction format. وفيها الحلول مكتوبة. خلاص؟ فديه حاجة كويسة. في حاجات معينة مثلا. عسلمين سالة decimal مكتوب. ممكن ما أحدش يكتبه. بس يعني كويس واحد يكتبه. عشان واحد يبقى أي ما يغلطش فيه. في الكود اللي هو منحوله ده. لو تلاحظي أنا كاتب الاسئل. من الكاتب الكممينس. والكممينس مفهمة جدا. ليه؟ لأن ممكن واحد يحول الكود غلط. اللي بيصلح بيفوله على حاجة تانية عشان يشوف. هل فيه غلط حصل وسببه ايه. فالكممينس مفيدة جدا. فأي لايك نجد أعمل الادرس. الحاجة التانية أروا السؤال كامل. أنا سألت الموادين والفيباك اللي جاءني. هناك ناس ناس يعملوا ده. وفي ناس ناس يحاولوا ده. فأنا بقول كده وأنا بشرحها يا كريم. تمام مرسي يا دك. طيب مين تانيك عندي سؤال؟ أنا بس عايز أغير تاني المشير. محمد رجب. بعد ذلك دكتور موكو عادرت بس الجيب السؤال أول. اهو. محمد رجب. محمد رجب. ماذا سؤالك؟ هاو شو انجيو اللي انترميد تسيب سيبقى يوصبي أي. المقصود بيها انك بكتب ليش الجواب النهائي. يعني احنا في المتحان وانا بيصلح في الفاينال. في ناس كتير جدا بتاخدوا تكتب لي الجملة دي. وكاتب لي الحل ده ده مش اكسبت ده صح سنطلب منك تورين انت وصلت للحل ده ازاي ماشي؟ اه تمام شكرا ده طيب انا هاخد شؤال واحد كمان عشان نكمل انتونيوس السلام دكتور سمعني كده اه اتفضل لو سمحت في الوضع بوينت سي في السؤال الاول كنت حضرت لك قلت list assumed registers in a table اه اه اللي هو ده اللي هو ده يعني انا مين قال ان الاس 2 موجودة في اكس او موجودة في اري ا انا مديتكش المعلومة دي انت قلت لي فانت لما جدت تكتب لي السي كود في الاخر اللي هو بران اكس بتساوي كذا او او زير كذا فده بيزدع انك انت عملت التابل انا العكس بديه لك يعني انا لما باجي تدي الكود بقول لك assume ان كذا موجود كذا عشان انا بقول لك اسمبل الكود بس انت عشان تدي اسمبل او تدي كومبايل مفروض تقول لي الحاجات انت اسمد ان هي فيه خلاص بس مفروض ان هي متبقى معروفة يعني ترامل انه هو في ال بيز ادرس يبدأ جيد من الريس لا لا ما تقولش كده واذا سمحت لما تيجي تحل بتعملش كده يعني مين قال اول انها جاء انه في اري انتكا موك تعمل في فاريابل على طول ولو هو موجود في فاريابل مين قال انه في اكس فهي مش معروفة هي معروفة ازاي؟ انت ليه assumed انها معروفة انت اللي قلتلي ان هي انت استقل حلت انت المسألة دي هو برغة ال اكس بتسوي الرقم ده جات منين ال اكس؟ جات بيز ده على التيبل ده ما تقوليش انها معروفة ما تخليش نفسك تخسر درجات من غلاز يعني الحل بارت منه انك تعمل التيبل ده فهي مش معروفة يعني هي محدش قال انها في اريابل الحلين له صح ومش وفوت تكتب لي الحلين فلو كتابتلي الحل ده انا محتاج اعرف ان تجيبت ال اي منين عشان انت اسمد ان ال اي البيز اريابل موجودة في اسيته لا اشألة سريعة بس استفسار والسؤال الاول كنت حددتك او في اي اسئلة ان انت بتحل كنت بيتيب كومنت او انت ممكن تدي ماركس دايبا الناس اللي بتدي كومنت؟ الكمنت بتساعد في ايه بتساعد لما كنت غلطان في حل او الطالب مش انت يعني الطالب غلطان بقرأ كومنت بقدر اعرف منها وكان يقصو دي فاحيانا ودي كتير بتحصل في الفاينل يطلب تاخد درجات نتيجة انه كتب الكومنت يعني احد كتب الكومنت بس كتب الكومنت صح بكوت وغلط كتب الكومنت صح بكوت وغلط ده افضل عندي من واحد ما كتب الكومنت وعمل الكود غلط خلص ما الدرجة اللي عليها سيأخذ مش اخذ حاجة في الدرجات بس الكتب الكومنت صح فانا فهمت فممكن يأخذ نص درجة من الاتنيجة حسب تصحيح السؤال فالكومنت هدفها انك تساعدني افهم الكود انت كنت احيانا ودي حاجة مهمة جدا بعد الطلبة وده شيء كويس مش وحش بكوت وغلط فالنوشل سيليوشن ممكن واحد يصلح في ورق كثير في وقت العليل ويمس ان هذا الصح الانيجة تلفت نظري ومن ثم دعونا اخذ بالي انا أدوه ميباست نحن بهذا افهم فانا افهم حل ليس كومن وانا يفكر بمختلفة خالص واحد يستطيع طلبة اكتب الحل الطويل وكانك تكتب الحل الطويل والاني يستطيع اخذ الحل الطويل الانيجة تساعد ان احد يفهم وينكز وينأخذ باله لا، دعي بالك أن هذا الحل صحيح، فالكومنت تساعد في التصحيح. حسنا، شكرا جدا يا دكتور. طيب، نكمل الشرح، المسألة الثانية كانت مسألة شابتر B، مكوناة من ثلاث أجزاء، جزء A, B و C. نحل لها جزء جزء. نقل على السنتران الثانية الثانية ثمان مع 0x لئا ثمن الرقبات الثانية في قبل الثانية الثانية، في الأ أ Zentل ، والإلاحيات الثانيةestoية Cheers. الثاني الثانية 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 waveform Poolги وجود S unfortunate تعالى ست amoية الثانية الثانيةً مع النوعبو بشكرk B status Analytics ре разارات تراب �至 Poland، ثلاث تقليل الاسبار رات و الجهماً بشكرت الترباح بنيةстаточноسئة فكую لليد seminين substillتransقbs فهذا هو أول بارت المسألة نريد أن نصمم من الU في المحاضرة بالليفل التي نقوم بها في المحاضرة بعد ذلك سنستخدم الU في شيء آخر أول شيء منفطة للنظر وهذا يتكرر كثيرا أنك في المسألة وفي المسألة يجب أن تستخدم الU لا تستخدم الU أو تنقل بارت من الU يعني هناك أشخاص كثيرا وتحصل قبل ذلك ينقل ينقل أنView تحصل لها ووضع الU وهذا غلط حنworks تكلم الU لا نتعامل مع الU ويجب أن تتعامل معها تمر فلاد وإن تنسى الأشياء أو المطلوب To draw the Get level المعصود بها ال 재تنظيف ويشمل وهذه نقطة مهمة وتضع أخوة الخط ويشمل أند والأعوال والنور والمالتيبليكسر والديكودير توصلك كل هذه الموضوع أخرى. يمكنك أن يتصور أن يدعم أن يدعم جهة موضوع المباري والمعصول على المباري الأمر The Gram of the L-U internal circuit إعتقداره وإظهار في طريقة طيبية كيفية العمل الأمر وفضل بها بالتحركة انظروا على الحال هذا الأول عن الامر تلاحظوا في المسألة فعال الأول من أكتب في الدخول part B is a copy from the assignment part C اللي هو اكشري مش في المحاضرة بس اللي كان فيكم لحق يذاكره اللي كان فيكم لحق يذاكر الكابل المتحانات فهذا موجود في الفاينل بتاع 2019 شبه ومش هو بالزبط بس هو موجود فيه الفاينل بتاع 2019 فهو سؤال من المحاضرة سؤال من ال assignment وpart من المتحان السابقة اللي انا دايما بقول وعيد وثير قوي ان المتحان السابقة انا دايما بقول ان المتحان السابقة part من الكورس فهو سؤال ده exactly موجود مش نفس المطلوب يعني مش نفس ال instruction بس exact solution copy من الفاينل هنرجع نشوف ده فالمطلوب الاولاني ده هو عبارة عن copy من المحاضرة بس هو مش exact copy يعني الpart الاولان ده copy والpart الاخير ده copy وانا حطت اتنين فنص بس للتوضيح بس هما actually اللي ما حطوه هم مش مفيش مشكلة وهنا العمل 小誉 انا جزء من الجزء الاولي ああ whole common المهات المتحدد زائنة د glue ايه ان أولا زائدة المقطلوب منها 32 bit على السابقة المسألة 32 bit at least 32 bit which needs to show me in the drawing ALU ومن الممكن فاللي عملها 2 bit الاشتراف التطبيق غلط مش كومبيتل غلط ولكن أعني نعصف الدرجات. وأنا لا أريد أن ترسم ثلاثة توبيت بالمناسبة لكاتب. أنا أرسم F0 و F1 وبعد مريكة نقطة نقطة مكتوب عليها من Ftool F29 بعد ذلك F30 وفي الآخر F31 وإن result is assembled فدي أول غلطة وكمة غلطة تمام؟ البيت الأولانية دي أو كلهم copy في إنهم عند وفيهم or وفيهم full other وفيهم link أو input to the lesson وفيهم input normal and inverted عشان نعمل منهم ناند والنور والsubtraction والcommon control lines دخل على كل الملتي بليكسور والشياء الموجودة في المحاضرة ليس أشياء راحة أخرى مثالي نحنا نحن نضع ال control line مع الكاري اللي سمنا بي نجيت فهي نأخذ بلنا منها هنلاحظ أن في البيتس دي أنا ممكن أصغر رسمة كده هنلاحظ في البيتس دي أن البيتس اللي كلهم اللي في النص شبه بعض بس البيت الأولانية دي مختلفة اللي هي المص significant والبيت الأخرانية مختلفة البيت الأخرانية مختلفة في إيه؟ أننا نأخذ sign اللي هي وندخلها على ال input هنا عشان نطلع لنا output فتاة set or less than خلاص؟ والبيت الأخرانية مختلفة لي عشان نتكون عليها شوية flags اللي هي ال negative والoverflow والcarry من أخذهم ايه؟ من أخذهم المطلوب في المسألة أننا نعمل ال four common flags المعروفين عندنا اللي هم ال negative وال zero والcarry والoverflow فأنا أول شيء نأخذ كل output بتاعنا نعمل لهم نورينج عشان طلع الزيرو كما نعملنا في المحاضرة والمص significant bit هي negative والoverflow كما أخذنا برضو في المحاضرة هو exclusive or بتاع carry input هنا والcarry output من ال stage دي والcarry open stage ده هو الكاين فهي دول ال flags كما يوجد في المحاضرة لا يوجد أي مشكلة والtruth table او ال function table اللي ناس كتير نسيوه وبنقصوا درجات يعني في الآخر ترجمة السؤال إنك تنقص درجات من رغم أن تأخذ بالك في حاجات التوريد يعرفها يعني الرسم الرسمة أكيد يعرف أن يعمل هذا ال table أنا طلب منك هذا ال table يعني أنا طلبه في ال table وعليه درجات؟ ما هو الواحد يصحح يضع درجات list show من ال table وعليه درجات لا تنسوا هذه الأشياء لأن الواحد ينسيها من قصد درجات لا تنسوا هذه المادة في أي مادة آخر شيء يجب عليك أن هذا ال list سيجنال يجب أن تأخذ في الأعتبار فيها ال overflow مثل ما أخذنا في ال slides لما تأخذه في ال overflow تضع عليها exclusive or لا تبعيد شرح الأشياء التي كانت موجودة في المحاضرة هذا ال part الأول ال part الثاني نحن نحن ال part الثاني يقول ايه design a circuit that generates condition codes higher level relationships list below from the four conditions draw the gate level of the circuit again نحن عندما نرى على الحل سنجد أن بعضهم من الموجودين straight forward بعضهم مجرد 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 مبني ها مجرد أول مجرد 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 وكذا أولئ يجب أن تدرسوا في استيقاتهم. وهذا هو الامبليمي التشان بتاعهم. ما الذي يهمني في هذه المسألة؟ ما الذي يهمني في هذه المسألة هو أنك إستخدم الـ L-U-SYMBLE لا تقوم بذلك. لا تقوم بذلك بذلك. لا تقوم بذلك بذلك بذلك. لأنه من غير ما نفعل ذلك. لا تقوم بذلك بذلك. لا تقوم بذلك بذلك. الثانية. وتأخذ بالك منها أيضا. لأنني كتبت المعادلات هنا ورسمتهم. يجب أن تعملوا ذلك. زملائتكم قد تسألني ما هي الخطائجات المهمة التي تعملونها. اكتبوا المعادلات. لا تستخسر في نفسك الدرجات. وهي باللحاثة أولا في الـ L-U-SYMBLE أن الطلبة تستخدمها. إذا كنت ترسم في الامتحان عادي. يمكن أن ترسم باله وبدأ لا يرسم. أنا أحل سعبها. فبدأ لا يرسم الـ L-U-SYMBLE أنا أقوم بذلك. والله يجب أن أقوم بذلك. ورسمها غلط. لا يمكن أن يقص عليها خالص. لكن لا تستخسروا نفسكم الدرجات. سهل على المصحح يجب أن يجب أن يقصد الدرجات. وهذا الشخص الثاني. وهو شبه المحاضر بمساعة الـ Exception. الشخص الثالث وهو الـ Bonus. هذا كان بسرعة بسرعة بسرعة. يعني عليها 8 درجات. وعليها 8 بونس أيضا. وهنا كنت أقصد أقوم بذلك. هذا الـ TIPICAL QUESTIONS الموجود في الـ FINAL. لكن الـ FINAL ليس لديه بونس. لكن الأساسي. لا يمكن أن يكون هناك مرحلة. ويكتب بطريقة هذه جميلة. فعلينا نرى مع بعض. Assume that the MIPS instruction set is extended to include branches on all the 16 condition codes in Part B. Extended معناها إيه؟ أن الـ Instructions التي ستعمل لها design أو addition في Data Path ليس أصلا موجودة في الـ MIPS code. وأنا أقول لك كده. هناك طلبة كثيرة التي تأتي لي. هذا ليس Instructions. هذا pseudo code. هذا pseudo instruction. نعمل على تدرسل الإبتار. مثلاً، نعمل على تدرسل الإبتار. هذا ليس المطلوب. وفي طلبة تأتي ليس للمطلوبة. إذن هذا ليس موجود في الـ MIPS. لا. أنا أقول لك أن اصحافة أن الـ MIPS جميلت بطريقة. فقد نغيرنا إلى الـ Language. قد مفصلنا على تدرسل الإبتار. سميش تسمى branch on list of the equal. كده؟ أساسي بطريقة. لا يوجد شيء أو شيء. ولا يوجد شيء في الموضوعات. As real Conditional Branch Instruction. As real وليس سودو نستخدم. فكومة مستيكلة في هذا السؤال وفي الأسئلة التي تتكلم في إنتحانات الفاينال أن الطالب يأسهم أنها سودو وأنها سوف أفكها بعد الإمتحانات الفاكرة. هذا ليس مزبوط. بعد ذلك السؤال التقديم الموجود في الإنتحانات السابقة كلها We wish to make the MAPS Processor Single Cycle Implementation in the figure below وهو الفيجر الذي تخدم في الإمتحان كبرو لإمتحان الـ Conditional Branch Instruction. لو هناك سؤال في الإنتحانات غالبا 99% سيكون هناك سؤال معتمد عنه سيكون هذا الـ Conditional Branch Given سواء الـ Conditional Branch أو أي مرة منه ستلاحظوا الـ Conditional Branch هو الذي يتم إمتحانات الفاكرة فيه دياجرام ثانية يتم إمتحانات الفاكرة فكذلك أنك ترى الـ Conditional Branch وأنك تبني عليه لا تقوم بإمكانك تأسهم شيء ما يمتحان إعطاءة مختلفة ونقوم بإمكانها بول ونقوم بإمكانك تأسهم الـ Conditional Branch كبرو لإمكانك تأسهم جداً أن تقوم بإمكانك تأسهم دياجرام لكل الإنتحان لو أعطيك أكثر من واحدة سأعطيك 16 واحدة أنا لا أريد 16 Data Paths لأنني لا أريد 16 Processor أريد أن يكسوهم كله ومخادرتك تأسهم لكلهم مع بعض هذه هي part للسؤال إذا أريد 16 دياجرام غلط نقوم بإمكانك تأسهم نقوم بإمكانك تأسهم نقوم بإمكانك تأسهم 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 وتأسهم ومخادرتك يعني أنك تغير في هذه التعامة لتأسهم الأثنين أخير أخير تأسهم عندما تضيفه هنا يمكنك أن تأسهم بقي تأسهم التعامة والفاليو كام التابل موجودة في صفحة 1 مهمة في كل شيء يوجد بها وموجود بها لتعدي الحساس لكن لا يمكنك تذكره لا يديه ذلك هذا في الامتحان لا ترفع تأسهم بالطبع من أن أعدلت في هذه الحتة لم أعرف أنك ترسم تتكوم بأنك كتابها لك لنذكر ثم ترسم لكن تأسهم في الأساس هناك طلب أسد الله لأسهم خطا أنا محتاج أخرى من الرسمة التي سمعته فيها لا تستيب لك تغير الانسر sheet في الوضع لا تستطيع المهمة جداً ولو سمحوك في اللجنة وانت رسمتها للحل الممكن في الوضع لا تستخدم لا تستيبها لك لديك تجميع تغير الانسر لا تستيب لك ماذا تحتاج للتغير ليس لأعلى السؤال لك هذه الاسمتراكشن موجودة في الامتحانات وموجودة في الوضع وموجودة وموجودة في الوضع في solution هي عبارة عن إيه المسألة عبارة عن انت وردي وصلت المرحلة انك تجنريت الـ flags الـ condition codes انت عايزين بقى jump بقى jump بقى jump بقى jump بقى jump بقى الـ equal بقى branch equal نريد أن نعدي الـ branch equal لكي تبقى other codes اعتقد انت وعملت كذا نضع معها branch not equal وتعملها كيف تضع another end هنا وتضع OR وتظهر على هذا signal لما كبرت المسألة نضع نضع another end gate ونضع منهم OR ونقوم بعملها ونقوم بعملها نمكن أن نقوم بعمل نفس الكلام هنا نمكن أن نضع هنا ونقوم بعمل OR ونقوم بعمل OR وهكذا لا يوجد مشكلة ولكن عندما تكبر حجمها ونقوم بعمل ونقوم بعمل ونقوم بعمل المسألة المسألة ونقوم بعمل ونقوم بعمل ونقوم بعمل ونقوم بعمل الثموان أجد alpha ونقوم بعمل نقوم بعمل ودخل default case المسألة م Äه يقول اصلح المتحنكة لتتجعله تراجع الممكن اصلح تي في الحال تراجع المتحنكة للمتحن الممكن اصلح التسجيلة مرتبطة لمحطة 5 بيت هذا مهم حتى مرتبطة تربيزين المتحنين ببساطة المتحنين كلها مرتبطة ليست طويلة تقوم بساطة من رائع The branch and the gate is replaced by a branch control circuit. هي أساسا branch control circuit. أنا أحب أسميها ذلك. which takes as input the 5-bit control branch signal and the LU flags that are coming from LU. إذا لم يكن هناك 0 و أسطلع، أسمناهم LU flags. to generate the PC source signal. ودولة branch's values. أنا أكشي لا أهمني أنك دعم 16 values وخلاص. يعني ليس مهم مكتب من ذلك. يعني هم أكشي 17 نتيجة ود 0-0 دي. يعني غير كده في واحدة تنين 17 هي 0-0-0. وهذا الحل بتاع المسألة. وهو كان برئيسي بونس مارك للحاول اللي يعملون. هذا السؤال ليس ببونس في آخر السنة. أفتح المسألة. اللي عنده سؤال. اللي عنده سؤال يسألني. دعي الأسئلة مركزة على المسألة اللي أنا حلتها. اللي عنده سؤالي التالي. عشان بس نبقى فوكس في المسألة. اندرو جاهد يا اندرو. فضل. دكتور هو لو حد حل المسألة. بس ما عملش السورة اللي حداك وقف عليها دي. يعني احنا كده كده عملنا بالجزء ده. في الجزء اللي فوق. فلو حد كان كتب مثلا. انه هيزود بس control unit للبرانشينج. وكتب الكابل اللي هو اللي تحت اللي هو اللي هو الفايف بيتس. هل هذا يحتاج الوصول تسبب التمانية بونس ماركة بتوع السؤال. ولا لازم يكون رسم الـ gates دي. لو واحد مرسمش حاجة خالص وكتب الكلام مش هيخد الفول مارك ما هو دكتور كلا كلا الجيتس مهنجولة فوق خلي 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 هنا حكملك باجن اسمع منك ماشي دين دي واحد لو واحد مرسمش حاجة خالص مش هيخد الفول مارك اللي رسم الأجزاء اللي موجودة في السركل مشاخبطة اللي رسمتها دي اللي هي البرانش ده ويهي الملتبليكسور حلو كلا وحط الزيرو وعمل هذا البوكس ده وسميه كنترول برانش وقال الجزء ده كله repeated من فوق هيخد الفول مارك يعني ايه يعني الجزء اللي ده مش معلم عليه في الرسمة دي وكل ده جامه من فوق بس ان شاء الله قاله بالكتابة او عمل سهم في الورقة كده هيخد الفول مارك بس الحاجة المينمام اللي بازم ترسمها في السؤال ده هي اللاين ده ده خلال ملتبليكسور ده ملتبليكسور ليه 17 input رحيت فيهم الزيرو وان الدايرة دي اسمها control page جوابتك يا اندرو هو يعني أنا بس الفكرة يعني أنا مش مش يعني شايف انه هو صعب اوي في وقت الامتحان ان انا اعيد رسمة يعني الـ ALU بالجيتس تاني ما نعيدش رسمها يعني كل ده ما تعيدش رسمها كل ده شايف ده كل ده يعني أنا محتاج بس اغير الملتبليكسور بتاع البرانشينج وكبره خليه 16 وخلاص كده لا لا اسا انا براحة علي ده فين الملتبليكسور بتاع البرانشينج انت هتغير ايه ده انا مغيرتش حاجة هنا انا حطيت الملتبليكسور الكبير ده في الحتة دي انت فهم بس الملتبليكسور الكبير ت equivalente هنا في البل tous ده مغيرتش دول ده انا بس انا شايف الرسمة انت تشايفها هوا بس فيه large فعشان ك Gran drinking انا حاقلاب ده انا حاقلاب انا شايف انت شايف الملتبليكسور ذه انا صحيح كرا شايفش الملتبليكسور ذه اه اه ده مش موجود في الرسمه عشان تغيره فانت كونك تقول انه انه هغير الملتبليكسور انه دهقول انه هغير الملتبليكسور rendiğ runt سأطلع أخرى فوق وقف لغاية عندما ترى الرسمة هل ترى رسمة البروستيسور؟ أم لا يوجد هناك؟ نعم هل ترى؟ نعم 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 فالمالتبليكسور الذي تحت قادت في الرسمة في هذه الحتة هذا ليس تغيير الاثنين دول هذا ليس مضبوط والاثنين دولة لم أعد شيء هذا المالتبليكسور يظهر لي البيسي سورس سيجنال طب هو مش البرانش كنترول اللي حضرعك رسمه ده هو يعتبر نفس المالتبليكسور اللي تحت؟ أي واه بالضبط كده فده هو طيب يعني لو حد كان كتب هو جوه هنا ده جوه هنا في هذا يعني ده جوه الدائرة دي طب لو حد بقى كان كتب انه هيحط أنا بس سريع اندرو خطو بخطو اوكي أنا بس عايز تأكدك انت واخد بالك ان ده المالتبليكسور ده مش تغيير الاثنين دول تمام مش ده ولا ده خلاص؟ فانا بأقول إنه موجود هنا فالذا اللي اريد ان تعمله في الامتحان إنك ترسم لي الرسمة دي ترسم لي فيها المالتبليكسور ده ولكنترول سيجنال دي والدائرة كبيرة اللي هي البرانش كنترول بس ده اللي اريده المالتبليكسور ده تمام؟ معايشه شان برده وفيه لاج انا 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 اريد انتظر العسمة تبينا انا 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 اتوقف انتنى تريد الرسمة انا مش بيان عندي رسمة الروسيسر بلوقتي. بيان عندي. مين عندك ايه? الاليو والجيتس اللي احنا حطنا. نعم. ده اللي انا عايزه. ده اللي انا مبينه. ده اللي انا عايزك تشوفه. فانا عايزك في الرسمة تبين. يعني المنموم اللي هتاخد ايه الدرجة هي اجزاء دي. اعلم هلك بلازرق كمان اه. ده معي? يعني لسه ما بنش اي تغيير. طيب انا ما غيرتش حاجة. ما عملتش حاجة جد. انا موجود قدامي لك صفحة سبعة من تسعة صح كده? تمام. شايف الاجزاء دي كلها? الاجزاء اللي موجودة دي مرسومة دي اللي انا بعملها الشر فيها دي. دي المنموم اللي انا عايزك ترسمه لي. ما عايزك ترسمه لي. انا عايزك ترسمه لي الاجزاء اللي انا بعملها بلازرق دي. اوكي. تمام. بس. يعني مفاعدت على كتابة بس. وديها هتاخد منك حاجة بسلة جدا في الرسم. كل الجزء المكرر ده ممكن تعمل سهمة من فوق تحطه كده. او تكتب ما عنديش مشكلة. انا مش الفكرة انا كتعيد لي الرسمة. يعني الجزء المرسوم ده هنا هو. اللي هو في الرسمة دي. انا غيرت السلائد. الجزء ده اللي هو كان موجود في الرسمة دي. ما يهميش لك تعتلي تاني ما انت لسمته خلاص مرة. ممكن واحد يعمل كده. يحطه كده في دائرة زرقة كده. ويعمل ايه؟ يعمل سهمل تحت كده. يبه هو ده الجزء اللي بوجود في الرسمة دي. ماشي عنده؟ تمام يعني بس انا بس يعني عايز بس بقى متأكد يعني انه يعني لو واحد كتب بس فهو لازم يقول مثلا ان هو زود بتاع البرانشنج يرسمه. ولازم يقول ان يحط ملتبليكسر يوضح يعني الاركام اللي جاية من تابل كل واحدة بتعمل ايه؟ صح كده؟ ماشي اتمنى. مرسي يا دكتور. رامي محمد. هو دكتور دلوقتي البرانش كنترول اللي هو عباره عن الملتبليكسر الكبير ده اللي فيه 17 انبوت تمام. هو دلوقتي في الرسمة داخل على الملتبليكسر الثاني فيه zero one. تمام دلوقتي لما اختار من السبعتاشر حاجة. يعني ازاي الحاجة لو تطلع لي يعني احبر عنها ب zero او one بس. واصلا zero بتعمل لو مثلا بيس بلاس فور وان بتعمل حاجة تانية. نا ما فهمت اش سؤالك تانية. من الملتبليكسر اللي تحت هيتطلع على السجن الاسمه PC source. صح كده؟ او تمام. مفرودة بختار من 17 حاجة. او ليه بختار من 17 حاجة؟ عشان انت هتبرانش على حاجة واحدة. انت الانستركشن اللي كتابها البرجرامر هتبقى ايه؟ برانش نيجاتيف. برانش ايكوال. برانش نوت ايكوال. برانش هاير دان وليس. برانش. هيتختار حاجة واحدة. هل يمكنك كله دي ورقم واحد؟ هل يطلع وان مثلا ولا ايه بالزبط؟ او بالزبط كده. هو يطلع يزير وان عشان تقولك انت هتدخل على مين في دول. او مفروض لو زير وان هو الطبيعة بتاعنا. مش اقوم بعمل حاجة. طب لو وان بقى. يعني ازاي هفرق بين 16 حاجة بتوعي بوان بس؟ اه. اتب هل اشرح لك بتلقي تالي. بص. البرانش إنستراكشن عبرها عن خطوطين. أو بالتالي انت هنا لا تض открыر بعمل، سوف تتكون нормال ب�دك. لكنكتب برينش او لا ؟ تويجوه français لن ينس rooting leur تسك easy one سيكون كم m twor وم εκياد الجذية SPEAKER عندما أرى السجن وهذا الفيديو الـ المتحقق يعني الانستركشن هي branchlessan والcondition متحقق يعني ممكن يكون هذا الcondition متحقق لكن البروغرامر عايز يbranch على حاجة اخرى ايه؟ اي حاجة اخرى لا هو البروغرامر يكتب لك branchlessan والcondition متحقق هذا الذي تعمله هذه السركة هذه الcondition كلها موجودة وهذه البرانش تقول لك البروغرامر عايز يbranch على ايه؟ فلما الاثنين دول مع بعضهم وهي داية الملتبليكسر ويقع البروغرامر يطلع هذه السيجنال واحدة لو البروغرامر ليس يbranch عليه وليس يbranch عليه الكندشان وليس يطلع واحدة فالواحد معناها branch وزيرو معناها don't branch اجيب البرانش البرانش كيف؟ سنرى البروغرامر الكاتب والcondition اللي هو كبه متحقق او لا لا اعلم تمام يعني الستاشر حاجة هيطلعوا لي واحد لكن يجب أن يكون الكندشان متحقق على حسب الكندشان يختار واحدة الستاشر وليس يbranch عليهم هو البروغرامر كلامه بيخليك تختار واحد والاكوشن بيقول لك الحاجة اللي هو عايزها متحققه ولا لا تماما دكتور شوكو طيب حدش تاني طالب خاص نكمل بقى المسائلة بعد كده وبرضه ارجع اقول لك تاني لما تحل المسائل ما تخليش شكل مسألة او طولها يخضك في الامتحان ممكن الأسئلة تكون أبصب من المسائل ففيه كود هنا في المسائلة ونحن تقوم بطريقة التعليقات إلى مستوى هذه الاسئلة أو مستوى هذه الاسئلة لا تبدأ بالتحاول تقرأ كود نحن ترى المطلوب منك لأن في المسائل المسائلة بصفة عامة المسائلة 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 التي تخذوها في الدراسة تماما دائما يمكن أن يكون هناك معلومات أكثر منك وسيكون هناك رسمة فيها تفاصيل أكثر وهو ويرد وهذا ويرد سيع Stamp that the following mips assembly code هناك غ turn Health تنظر نفسه ملامحة ماذا قد تصبح هذه الغلطة نفسه free G ليس موجود عملت قد نفسك ماذا قد تصبح ملامحة مام المutigة سيعاب المutigة سيعق النفسه مستقب الى مالتقل في مماري فنقشن مين وكالكو فنقشن مين وكالكو فنقشن مين وكالكو بدأت في المماري ومتطور durch المماري بالترتيب. وكتبك هنا باست 16 معنى يخذ لبالك هذا هو إدرس هكس أدرس. تقوم بإذن الوصول على الأطباء 1 إذا لا يحتاج. وغالباً نحن نقوم بإذن الوصول على الأطباء. أجل بعض الأطباء. لأجل الثاني الماضيات المتحدة، إختيار الأولى الأولى. أجل الثاني الماضي، أيضاً، سيختار كذا حل، أو سيختار ما يكون أفضل بإذن الوصول على الأطباء. لا، هذا ليس صح. مثل ما يسطل الماضيات المتحدة لأستقبل ، تذكر العلمات المتحدة لم تقوم بإذن الوصول على الأطباء. تقوم بإذن الوصول على الأطباء أهول كثيراً المتحدة. طلبة أكثر يرقاها في الامتحان، لا يعني أنه لا يكون هذا التطبيع. وما معرفش لماذا يكون. وستحقاً طلبة تكتب هذه الجملة لأستعادة الأطباء. ويصبح طلبة تكتب البالي C-D-A-E. أريد تلك التطبيع لأسهل التصحيح وما أغلط في أن أصحح. وتسهل الإجابة وتوفى على نفسك وقت. يعني يبقى يكتب الاستثمان دول في الامتحان ما أنت ضيعت وقت كتير في كتابته. أنا أعمل التابل عشان ما تضيعش وقت. ففيه طلبة تحكيات تجي في الامتحان توحكيات بها كده C, D, A. كويس بس مش غلط. بس أنت بتصعب علي وممكن تغلط. صح؟ ممكن تكتبه وممكن تغلط في عملهم الترتيب. أولا أحد يكتب الجملة دي وقت إذا أكتبتها. أنا أريدك تامل التابل ولكن سأصلح للآخر. هذا السؤال ليس طلب منك خطوات فيه. دعي بالك. هذه الخطوات تعملها فرو درافت عشان تحسب انت بنفسك. ولكن يجب أن تأكد انه هو المجتمع المطلوب. وقت الزهكسة اسمى الMAPS machine code of the GAL instruction. GAL instruction ما فيه شغل هيا دي. انتوا عرفون الجيل عبارة عن J format. فيها إيه؟ فيها الكوب بتاعه. منه إيه؟ الـ address.calc اللي هو فين. وبعدين نشيل منه إيه؟ نشيل منه الاربع بيتس الأوليين. نشيل منه الاربع بيتس الأوليين. ونشيل منه سفرين من الآخر. هناك 20 في الآخر. نشيلهم ونشيل بيتس الاربعين. فقط 26 بيتس هنا. وسوف أعطيك هذه الإجابة لو انت عملتها straight forward answer. ما هو اسم الMAPS machine code for the jump R instruction above. اللي هي above. اللي هي jump D. خلاص؟ الـ common mistake ان الناس حافظين الانستركشن. فهي jump R. R A. يعني هنا مش R A. وما تلطيش منك تصلح السؤال في اللقطة دي. فانا قد تتحول هللي بال S0. فتحط S0 مكان R A في الانستركشن. اللي هي هتطلع دي. ما تعملهاش عنها إيه؟ ما تعملهاش عنها إيه؟ ما تعملهاش عنها إيه؟ ما كيف هي الحصوب من الع possibility برانشt equals برانشt equals T0 وA0 في نهاية, برانشt equal و Stay p Geoff هناك غلطة ثانية إيهان، المفتويد كتب zero وليس دولار ساين zero فهذه هي الانستركشن فأنا نعملها كيف؟ نمسك الانستركشن اللي بعدها ونعد ننتظر من هنا ونعد أنا أريد أن أذهب إلى return فهذه هي زير واحد اثنين ثلاثة اربعة خرمسة ستة عشان كتل الoffice طلع ايه؟ طلع ستة الoffice طلع زتة والسر رأيق تعلية مديره اللي استعمال علىorrه الجسال اللي استعمال لإببانة الريجسطة طلع collaborative على الغبوب نغوص على الكود فيها اختلاح وتلاحظت ليس محطلو من الكود فيها As soon you pushed the hexadecimal value on mebs stack الهي أي بمناسبة فهو فيه D, eu, e, d, u, b, u, f و none of the previous ايه ولا أنسس من هذه الوانسر which of the following could be which of the following could be could be the hexadecimal memory address of Label Exit هنبص كده مع بعض هنبص مع بعض اسم الشاشة كده Label Exit اللي هو ده فين هو وهو الموجود هنا في المسألة دي من في دول ممكن يكون الـ A الـ address بتاعه أول حاجة خلي بالك أن الـ address موجود في نفس الـ A موجود في نفس الـ data segment الموجودة التي هي تبدأ الـ F4 تبدأ بـ first for bits فهي يجب أن يبدأ بـ F لأنه يجب أن يكون command في الأربعة bits ويجب أن يكون موجود في الأربعة فأي أنصر لا يوجد فتبقى غلط فـ D غلط وده غلط الحاجة الثانية يجب أن يكون multiple for فالحاجات التي لا تكون multiple for مثل الـ A ما يجب أن تكون two answers واحدة منهم يجب عليك هي المين؟ هل لا يوجد أن تختارها؟ حمي أن تختار ماذا نختار أبرده؟ ماذا هو max-block size الرanch equal الرanch equal الرanch يحب العين منه بل كله على بعضه كده طوله 16 الأمر التي نشترى في النص هناك جزء منه جزء منه تحتاره 6 الـ 16. Who's responsible for implementing the instruction into real instructions? من غير ما نبص على الكود هو الاسمبلر ما سأقول عنه شوية. لأن شوية الاسمبلر بعيدها في الأول، سأبدأي أسمبل الكود. What is the dynamic size of function card ? سنعوده من الجدل الذي سأشرحه. What is the return value from the function card. سنعوده من الجدل. إذا كان لكم سألوني من شوية مما يمكن أن نحل الحال؟ لا يجب أن تقوم بفعل التابع على هذا التابل ولكن هذا التابل هو الطريقة التي يوجده نقصه في التابل هذا الكلام لم يظهر لي هناك شيء غلط هنا يوجد غلطة أخرى يحتاج أن أصلح هذا التابل هو مهمته أنه يسهل علي أن أجد الحل فإن تمسك الكود و تمشي عليه خطوة بخطوة فإن تمسك الكود خطوة بخطوة وتترسي الكود فإن تكتب الكود خطوة بخطوة فأول شيء لدينا هي تقادل T1 و 0 ولكن لا أستطيع أن أقوم بالزيد لكي أخطر هو مطلوب في المسألة فإن أمسك الكود كله فإن أمسك الكود كله فإن أكتب Tune Statements قبلها كما أن أتمنى تمسك الكود كما أن أكتب التركيب وغاية عندما وصل الـ Retain وكتب كل الـ Instructions يتعدل A يعني الـ Instructions الأولية ثم يخلط A1B5 وبعد ذلك أمشي بالترتيبة وهو A وهو D Function فأول شيء دي خلط V0 وبعد ذلك سأقوم بbranchless than لو A1 أقل من branchless than or equal A1 أقل من 0 وهذا ليس طبيعا فهذا ليس سأقوم بbranch لكن الـ Instructions is executed فهذا يجب أن تضعها حتى تكون وبعد ذلك تقاد 4 على T0 فالـ 4 تصبح 4 وبعد ذلك تدخل في loop وكتبع من هذه الأشياء لأن الـ loop تكون اتريتيا كمرة فكل اتريتيا في loop تأخذ فيها values لـ variables أو الـ أول شيء branchless than أيضا لو Silver T0 تعمل 0 لن تعمل 0 وهذا المفهود غالبا تعمل T0 تعمل 4 وبعد ذلك تعمل shift- shift-lift V0 وفهذا هذه المفهد تهم خطوة وتضعط قليلا Nieما's Care وهكذا فأنتم ف인데 خطوة لاحبك وكذلك للمروية وما تنسى اضcurrent وعند تنسى مربما أصachts يتسبب وطمة وهذا حsiang ولكن فإن سيدا تقوم بعملها كومباكت لكي نعرف الشرحي ولكن هذا هو كومبيتلي صح وعندما يكتب الكود يفكه ويبتب الكود يفكه هذا هو كومبيتلي صح دعي لك عندما يكون هناك إتريشا منهم branch equal to skip سأقوم بعمل سيبنا نستركش من نفس ناشا لكي تجد فيه اللي هي بتأسين لv0 لا أخذتش value وهذا كذا ترجع تعيد تعيد لغاية لما تخلص الكود تجمب تخرج كبارة كود branch equal لماذا تقوم بعملها أخرى مع أنها هي نفس لأن الbranching في statement سيشعر فيها branch وليس سيكمل فلو تضعناها في فوق هنا لن تضعها هنا فأنا تضعها هنا مرة واحدة لكي أقول لك أنك جدت تكشيتها فقط سأقوم بعمل jump return هذا ليس غلط في الحل لا تقوم بعمل jump return وفي الآخر ستنتهي value التي هي V0 وانت خارج في الآخر وهي خمسين وهي أخر مرة iteration وهذه هي return value التي تريدها حسنا هذا البرواز اللون أحمر سنبهك إلى ending condition الذي سيخرجك الخارج الخارج وهذا ending condition ونحن نحس مع بعض ونحن نضع شيء آخر وهذا pseudon instruction فنحن نقوم بعمل dynamic count وهذه غلطة مشهورة قوي dynamic count لا تعدش لـ وان في dynamic count تعدد pseudon instruction لأنك فكتها ماذا؟ هذا سؤال مهم وأنت會 تكره كثيرا نوتي j-o increase two real instructions أعرف نحاسب لنحسى dynamic length أو dynamic count الفنكشنا بالضبط نحسى في الموضوع بسيط هم الأربعة الانستركشنز التي هم الـ Add و الـ BLE و الـ Add Immediate هم محسبين في الأول و ينفق بأسفل مرة واحدة الـ BLE بأسفل مرة أثنين حتى يكون أربعة الـ Loop Itreated Cam ثلاث مرات مرة منهم نفذناها الانستركشن في الـ Escape هذا مهم قوي حتى يتطلعنا واحد ويوجده الـ Fill و الـ Jump في الأخر عندما تجمع هؤلاء تلعى 16 ويوجده الـ Value ويوجده الـ Camp 50 هذه هي من المسائل الصعبة التي تدخل تحت الـ Trace Questions Trace Questions يعني Trace يعني Trace يعني تنبع خطوات لحل لتطلع معنومة منه بصوله أو شيء كما لكنه يعبر عن فاهمك أو يفاهمك حاجات كثيرة ممكن يكون الـ Independent Question عليه ببالك كبيرة من الدرجات ممكن يكون عليه ببالك كبيرة من الدرجات وأنا أيضا في الآخر ما حاولتش أفهم CodeOverall الأول لأنا عملته خطوة بخطوة حتى لا تغلط مهما عملته حاولت تحسب وقاديك ستغلط وبعد أن يعيشنا الحزبة في الامتحان فما تأخذش الدرجات بينما لو عندي جدول مثل هذا ستأخذ عليه ستأخذ عليه الدرجات فهذا كان الـ Two Parts الأخرين في المسائل أقف هنا أنا وسألكم محدة عنده سؤال قبل أن نكمل جون مكدي تفضل دكتور أنا عندي سؤالين تفضل أول سؤال أنا لو عملت الجدول حلت حاجات غلط هاخد درجات هاخد الدرجات أم لا هو حسب السؤال يعني هو السؤال زي ده عليه درجة في الآخر فإذا عملت الجدول وغلطت فيه ستأخذ Parts من الماركة إذا كنت في الامتحان ده السؤال عليه Threes وعليه 8 درجات ستأخذ Parts من الثمانية هناك سؤال في الإظ Broita ما شكرا بتاعت миллиання بدون المسائل ثم تستطيع فختكرو يقول بإذن مين يحولون المسائل فختكلم 不 cray Look V legally Lêmpe درجات Mips assembly نستطيع sie في الكويزو حضرتك قلت أنه هو المابس ما يتعملسه على مغفوضك تبهالي. المابس هاردوير هو ما يفهمش مابس اسملي بيفهم السودون انستركشن. اسمبلر. فأنت كبروغرامر كتب الكود. فالبروغرامر كتب statement فيها سودون انستركشن. الكود ده هيحصله ايه? هيدخل على الاسمبلر. الاسمبلر هيعمل ايه? هيفهم هذه القود ويفكها ويذهب إلى الهاردوير ويجب عليها سودون انستركشن. فالمبس مابس ما يكتب سودون انستركشن صحيح الكلام. لكن انت ممكن تكتب سودون انستركشن في المبس كود. والاسمبلر هيفهمها ويظهرها. حسنا? عندما جات في الكويز ادعيتك قلت إنهالي جامعة الصحة كانت اللي هو not valid نعم بـ not invalid instruction ايوه ياوي خليباك أنا مش قدامي الكوز و مش فاهمي السؤال بس هي not invalid from وجهة نظر الهاردوير بس هي مفالد بالنسبة لوجهة نظر الهاردوير شخصاني هنا واضحته soft query على الهاردوير فين فى السؤال دا او في الكوز في الكوز على مثلا كانت هو اقوم بالنفس السؤال وكانت الاجابة and the sodominstruction is not invalid but it's an instruction فسي مثل not valid وهنا الاسمبلر بيفهمها طبعا، ابعت لي هذا السؤال في إيميل أردت لك ولكن عشانا مش كنتمعني السؤال بالكوز لكي هو في الامتحان هنا ممكن حد دقيق في الميكروفون اللي عمل ده Who's responsible for implementing student instructions لتعاملون student instructions مين بيعملون implementation؟ ده السؤال، فالإجابة هو Assembler ولكن هم valid بالنسبة لوقت نظر الهاردوير؟ لا، فعشان كده هده ده اختلاف الأسئلة لكن ابعت لي السؤال أنت بطول عالي تمام؟ لا، تماما ماهي السؤال الثاني؟ لا، أنا سألت وخلاص مين عندي سؤال الثاني؟ إبراهيم ناصر رجلتك من أن عشان حصل ديليا عندي جامد أول من أول VI سؤال VI فعا ما فهمتش؟ ممكن تبص على التسجيله لو لمش واضح هرجع سألني الثاني أوفلاين هل أستمام أنتونيوس؟ أنتونيوس ألو أسدوك سامايا؟ ألو أسدوك سامايا؟ ألو أسدوك سامايا؟ ألو أسدوك سامايا؟ أن تقوم بإمكانك بإمكانك ألو الأوض ويهدف الأوض ولكن لا أستطيع أعاملون إنه مستماما لا أستطيع أن أقوم بإمكانك بإمكانك أرجاء بس ما كده اكتشف بعد كده في بعض الأحيان الطالب يقول لي دي كانت إجابة A و دي كانت إجابة C و دي كانت إجابة B هاو كده ينو عشان كنا بطلب لك تحط الجدول عشان ما غلطش اه اصلا اي اي اه اصلا انا جاي بالدرجة مش كويسة في السؤال لا خلي خلي حاتز الاسبيشيال تناقشها على برا للكول يعني انا باش رحي من الجنرى يعني ممكن نشوف بعد كده ورقة بتاك اه لا انا مش قلدي انا بس كنت بس على حضرتك في حوارة تصحية بس اه لا يعني انا مش هنقصك اشو ماملش بالدرجة مش صحيح بس انت لما كتبتهمش صح او كتبتهم اللي خبطين او في حاجة غلط انا معنديش option لانا نصلحهم بالترتيبين صح؟ تمام شكرا دكتور انا في بعض الطلبة بتاع مني بيارة الايل او الوحدة ايبادين ضعب الايبادين بعدين نكتب اجوب بتايتهم هاكو دينون هم بالترتيب دايب اه تماما في امتع دكتور رامي محمد وهو دكتور السؤال ان lacking branch بقية أخرى يمكنك تقوم بالفضوء بعد و بعد لكي هي بقية أخرى من 2.25 لبقية أخرى من 15 و 1 طبعا جيد لو حسابت هذا بالضبط او بقية هذا اضافة الهتراح من هذا ثم اضافة الهتراحة و اضافة الهتراحة و هذه الهتراحة الهتراحة يعني عنده 256 كيلو بايت خلاص وده طول البلوك اوه بس يعني او بيطلع لرقم كبير فحاوله ازاي كيلو بايت او او بيطلع لرقم كبير فعلا هتحوله على كالكوليتور او 256 كبير عبارة عن ايه خليباك برضو دي الانستراكشن دي بتجنب الانستراكشنز فتحفوض اضرافها في اربعة كمان عشان تطلع ايه عشان تطلع اوه بيط يعني هدي بيطيب الوورد دي عدد الوورد اللي بنجامب ويدد انت بتطلع ايه عشان تطلع لبايت فعيطلع رقم 2 قص كام 2 قص 18 اللي هي 2.56 كيلو بايت خلاص ايه عشان ايه 2.8 بم 2.56 كيلو بايت بم 2.10 2.10 في 2.8 بم 2.56 طيب اوه محمد حسام الدين طيب عشان محمد سيد ايه دكتور معيش جوز بتاع اللواء البيج انديان ليه بتاع الدي اي اي او لا سؤال اللواء اه لما تبقاش الاجابة رقم دي اه 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 لا يوجد الإجابة. لأن هذا هو ليت الإنديان، ستبقى الإجابة أو بيك إنيان، ستبقى الإجابة. الإجابة عمر الله ستبقى الاتنين دول. وهي الإجابة واحدة من اتنون، فعشان كان السبايدنا دول. فهذا ليت الإنديان، وهذا بيك إنيان. هل واضح؟ تمام. هل واضح؟ حسنا. هل سأكمل بعد ذلك؟ سمعني ذلك يا دكتور؟ من يتكلم؟ حمد حسام، مايك كان عاما فيه. أتفضل، أتفضل. وبالنسبة للجزء بالترسينج بالفونكشن، سأتركوا أنه هناك نوعات. أنا لست أخذ بالي من النهيجات. كما تقول لي مثلا. سأتحمل الصورة بالترسينج بالفونكشن. ماذا؟ ما هو الزيرو والعشرين والعربعين. أنا لا أفهم، هل سأتخذ بالفونك في كل الوب؟ أو لا أفهم؟ ما هو الصدر بالفونكشن ومكتوب في العمود الخاص بالفونكشن. الزيرو وعشرين والعربعين. أنا لا أفهم، هل سأتخذ بالفونك؟ لا أفهم، هل سأتخذ بالفونك في العمود الخاص بالفونك في العمود الخاص بالفونك في العمود الخاص بالفونك؟ أنا لديها تي ون. تي ون بي كان بعض عشرة. فبعد ما زي ما كانت بزيرو وضفت عليها عشرة، فبقيت رجعت ودربتها في اتنين هنا. فبقى كده أنت سكيبت لتخطوة دي فما ما عملت الشحجم. فبقى كده دربتها في اتنين تاني هنا، وبقى نضفت عليها عشرة هنا. تماما. وهو فيه تلوقتي بقى يعني سبب ورا أن احنا مسمين تلاتات؟ ولا دي عشان اللوب هتليف ثلاث مرات يعني؟ اه عشان اللوب هتليف ثلاث مرات. انت في المرة الرابعة، في المرة الرابعة هتخرج بره اللوب. تماما. شكرا. اوكي، هناخد سؤال واحد بس كمان بعدين يكمل. حد ما سألنيشة عبد الرحمن مالك. السلام عليكم. تفضل عليكم السلام عليكم. تفضل أيضا جدا بس كده أياممش لو أنه السؤال بس كده. هل الشبتر اللوب터 محتمد على الشبتر الأولى؟ مثلا بي واتنين واربعة وكده؟ هو ما زاله ما يُبقى أيضا في الكورسي. لكن بيخار هو، هذه بسه船 اربع محتمد على شبتر بي واتنين en. انظرP 2 ليس مهتمد على شيء بف чтобы B و 2 ليس مهتمد طبب فهو أصلا على المعلومات التي درسلتها ف Schnabel B و 2 و 4 نحن نأخذه في الآخر ليه عشان الأهم في الكورس نحن نوصل إلى نحن قبل الميت تيرم أو قبل ها في الكورس نصمم ببروستيسور عشان نرحى نستوعبه ونبقاش آخر حاجة درسناها في المنهج قبل أن ننتهي المنهج لأن هذا الأساسي الأساسي في الكورس نكمل بقى بعد أن أرجع تنأخذ أسئلتكم تعلم أن تدفيق جدوجست فاتلانسها في الترسيلي ثم نقوم بإمكاني أعطيق فاتلانسها في الترسيلي وكان في الترسيلي مثلاً يوجد جميع الواحدةة جداً يقوم بقى مستخدم جداً بينما الترسيلي توجد المنهج الردادرس في را في مختلف في موقع أخرى أمر جداً فـ the function does not return to the main due to the wrong register used in SGR. Correction is jump-register RA. Produce a minimal sequence of MIPS assembly instruction to accomplish each student instruction in the above code segment. The student instruction is about A. The first thing is the instruction is not in the instruction set that we read, not in the ISC. The second thing is the instruction is not in the instruction set, but the case of the student instruction is that the constant does not fit in the 16 bits that we have here. It is a greater than 16 bits. Let's take care of you that it is negative sign here. Many of you have seen negative sign here. The reason is that it is stored in more than 16 bits. You need the bits to get to the constant. If you want to get to the moment of 16. The B is not among MIPS instructions. Not among MIPS instructions. There is also a mistake here. Let's take care of each other. The equivalent of a branch less than or equal is less standard format. Every branch has a standard format. It is set on less than followed by a branch equal. The large constant. The large constant. What do we do with A? What do we do with two steps? We use load the upper immediate or OR even if negative. What do we do with people? We use positive 8000 and we use Toast component. Then we use Toast component. Then we use Toast component. We use Toast component. We use Toast component. What do we do with A? We have our results from A.T. We add to S4, and we have to store a word from A.T. We use Toast. Straightforward from A.T. We do not. In this D, you need to use A.T. حتى لو لم تقوم بإقرار ستستعمل AT Register لأن الاسيبول يعمل هذا في التحويل ومن المترجم أن تقوم بإقرار ستستعمل AT ومن المترجم أن تقوم بإقرار ستعمل الانترميدات إذا كنت تحتاج إلى أحد أحداً فإن يمكن أن تستعمل التحويل إذا كنت تحتاج إلى أحداً، فإن تحتاج إلى أحداً في تحويل التحويل الـ AT إذا سمحت إذا كنت سمحت اسمحة Assemblier Temporary Registures هذه مهمة جداً ونعيشتها أخرى في التحويل، استعمل AT Registures ومن المترجم أن تستعمل الأسات ولا الغيارات، ولا الغيارات إذا كنت تحتاج إلى أحداً، تستعمل والشطرف المسائل يأخذ درجة أعلى من الجنرال بس مش مش أوي وليعمل من 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 ويعمل من من المنغوى التبس يعني عفر مجتمع بس هي اجديم الحقات اللي بيركز عليها قوي في طرف You learned in class that coding MIPs assembly procedures must follow some guidelines in register usage to reduce bug possibilities Check procedure CAL against what you learned report any violation and rewrite the above code segment according to learning guidelines اكتبات الهيئة المهمة أن القولing guidelines in register usage for procedure and related violation in above code segment The calling program, الاسمه caller وبأحسن من كلمة program مفهود نكتب فيها subroutine أو main ممكن صلاحها أو main puts the parameter values في a0 و a3 وفي variation في code, parameter a passed to procedure calc using t1 و a1 فالa1 ولكن t1 is not correct ستلاحظ ان تقرأ t1 في الحساب لو عملت تبل وضعت هنا شيء غير الآيهات فهو violation caller should save any temp register that will be needed there will be after the function call لماذا؟ لأن الكلية مسؤولة عنه save temporary register هل تفتكروا الجدول اللي كان بيقول لك ان تقرأ ان تقرأ تقرأ الـ saved الوحيدة لدينا الـ S0 فالكولر لو أريد temporary register يستعملها ويحتاجها ثاني فبالتاني يحتاج لها saving فأنت استعملتها هنا يحتاج لها ويحتاج لها saving الكلر يحتاج لها save t1 register ان الكلر يحتاج لها يحتاج لها الكلر يحتاج لها ويقوم بإغلاق الشاشة بمثالي سنجد الكولي استعمل S1 سأقف قليلا لكي يستعمل delay في الشاشة سنجد الكولي استعمل S1 آخر نقطة الكولي إستعمل S07 الكولي إستعمل S07 سنوازات المغادرة على my code سوف تروق أغلب 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 من أن الكود بأن A usedRegister S1 لا يتزاوي بأغلب أغلب 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 لن يحمي كواتي بإسباب المغادرة هو محتمل ثم تروق أغلب 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 التنفيذ الأول tempRegister T0 نضع E0 القواني تقومłam تلفية تنظرة نقومŷ خدمتتها تلفية 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 التلفية نضع تلفية تلفية التلفية لكن أيضًا لverلك روحة الملحفة أمثال فنضع 10 في A0 طبعاً إذا لم نستعمل T0 بعد ذلك الكود يجب أن يتسلح وتشيل الكود هذا الكامل كان موجود عندما كنا نستعمل T0 ولكننا لم نغير ذلك ولكننا عملنا كل شيء لكي نقوم بإيجاد الكود صحي ولكننا لم نغير ذلك الـ T0 بالـ E0 لا نحتاج لكي نقوم بعمل الـ Pushing ولكن هذه خطوة مختلفة وعندما تراجع من الجيل، تقوم بإيجاد T0 من الـ Stick أفضل أطلبناك ملحوظة الشيء، سأل الله هذه في الكود أكتبها فهدوركم التصلحين في الكود الحاجة الثانية أن هناك تستعمل T1 بدلة S0 في الكود، هذا الذي تصلحنا هنا أفضل TMP. المفهود تبع temporary هذا غلطة أخرى كبير استخدام تمبر رجستر T1 في الوصول فبالتالي S1 لا يستخدام من الوصول آخر نستعمل A0 نستعمل A0 نستعمل A نستعمل T0 شيء أخرى نستعمل A0 ونستعمل A0 هذا غلط في الوصول ليس لدينا موضوع هذا غلط استعمل R1 لتعود رجستر T1 لتعود رجستر T1 ونفتح الموضوع الثاني ونرفع يدو جاوب من عنده سؤال؟ ماذا يوجد؟ من عنده شعيل؟ تفضل وضع أمر أنا في حاجاتي مفروطتي ومحسوبة لي صحة محسوبة لي ومحسوبة لي غلط فأنت صحة في إزاي؟ سأتكلم مع المعيد المهندس ريزق سأبعته ويتكلم معك حسنا هينفع أرى وقته في الأخي؟ سأعرفت هذا سأعرفت سأوعا نعملها أون لين أو فيساتي فيس سأنتكلم مع المعيد بس أعرفت شيء بعد حجب لا تقوم بليس نفسك هو أنا حضرتك وأخذ ستة ربع أنا أخذ في السؤال التالي هذا ستة ربع والذي تشوز حضرتك حل وفيت أنا أقول له حضرتك لا يوجد ذلك فقط على حاجات خاصة لأنه حل المتحن الجنرال أيه أنا أقول له حضرتك على رأي ريز بيقول لك ريز لسه دخل في الكلة هنا مهندس ريز ابعت على الصفحة على الإن بوكس بتاع الفيسبوك بكتب أنت حاول أنك تعرف أنك حلل صحة وخدت الدرجة كيف أنا مش هدخل في التماثيل دي أنا حسيب مهندس ريز يبعت على الصفحة وهو يوضع لي مهندس ريز أقرف عيده وعايز يقول حاجات فضل أنا شفت أنت على الصفحة بس هو إحنا مردناش لأننا لم نفعل معايد فأول ما هنأمل معايد عشان تشوفوا ورائكو هنبلغكو هنأمل كده فإحنا مستنين بس أنه أنت كنت تشوفوا الحل عشان تعرف غلطاتك في إيه يعني فيه غلطات أنت مش هسيبها زينك أنت اشتغلت على تي زير وبدل اي تي فالغلطات دي بتناقص منك درجات أنت كان لازم تشوف الحل الأول قبل ما تيجي وتقول إن إحنا عندنا مشكلة أو كده الدكتور ما عادش ممكن سؤال فضل هو أحضرك في السؤال الثاني يرقم بي السؤال الثاني ممكن خليك بس أعطي لك تلاحظة معي أعايز لو حد عنه سؤال في السؤال الثالث الأول بدنا نرجع للسؤال الثاني مهم ما فيش أي مشكلة بس تمشيش بعيد يعني عمار ياسر عمار ياسر عمار ياسر نزلت يدي يا دكتور دي بغ مغ في الإجزام ولا في لا لا بغ في التيمز نفسنا طيب مين كان بيتكلم أنا كرول لسؤال دكتور فضل هو ليه في آخر سؤال في الامتحان هو في السؤال تولي بالفعلات سأقوم بالفعلات سأقوم بالفعلات سأقوم بالفعلات سأقوم بالفعلات في الكود كله في الكود كله أيوة لأن الفعلات ليس من كتابة الكود فقط من كتابة الفنكشن نفسها التعامل معها يعني أنت تجهيز للبرامتر والتعامل مع البرامتر وهي رجعة يعني أنت بالأرقمات من أنت تبعتها والتعامل معها وهذا مجموعة من البروستيجر كول يعني إيه؟ يعني أنا بقولك أي شيء ليه علاقة بالفعلات في الكود كله لكي نفس الله ممكن يكون فيها بعض البرامتر بالضبط كم طبعا شكرا علي السيد علي هو حضرك أنا بتاع السؤال الثاني به حضرك أستعلم طب خليك سوائك أنتونيوس لا سمحت تقدم سمعت سمعت تفضل لو سمعت في سؤال الثالث كان هناك اثنين سودو سودو منها الستور وورد السلم تمام هل هذه سودو أم أصلا فرصة احنا اتفقنا وعندكم حاجة كذا في الأسعامل أنه عندما الانستركشن المترجم 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 نعتبر ما نعتبر أن اعتبر بس أصبح سودو ما لما مهند ستبقى لا يستطيع أن يعملها Assembling أصلاً أيضاً، نحن اتفقنا أن Sudo Instructions سيجب أن تنفذ مثل المثال الثاني بـ Branchless-an سينفذها ولكن سيقوم بـ Minimal Sequence نعم، أيضاً سينفذها نحن نتفق مع بعض أن الـ Assembler في هذا القرص ينفذ لأنه ينفذ بـ Large Immediate وأنه ينفذ بـ Normal Instructions كـ Pseudo Instructions طيب، تمام، شكراً يا دكتور سمحتك يا دكتور، فقط أنا عندي سؤال بس مين بيكلم بس؟ نور، نور، واحد رفع إليك كنت عندي سؤال، لكن ليس في السؤال الثالث أستنى أيضاً أو أسأله لحضرتك؟ شاهدت أيضاً؟ لا، ليس في السؤال الثالث يعني ممكن بعد علي آه، بعد علي، انتظرني مارينا إيهاب وهو في آخر سؤال، اللي هو لما جينا نصلح بـ Violation نحن استخدمنا للستاك لكي نحفظ T0 عشان هنستخدمه بعد الـ Calculation بعد الـ صح؟ وكما ممكن بدلاً من استخدم المستاك أخلي T0 ده مثلاً في S يعني بدلاً من استخدم المستاك فعلاً، وانا ده غلط completely صح، يعني أنت ممكن بدلاً من استخدمه كده تغير T0 إلى S ده صح؟ completely لأن ساعتها الكولي مهمته أن يحافظ على S تمام دكتور، شكراً فده completely صح، وفي الآخر نحن لم نستخدمه لتـ T ولا زيرو رجعنا إلى A0، وده الصح، لكن هو كـ Solution Dream completely صح، مميش هجعله نور الدين. اي او ما انا هستنى بعد عالي عشان عندي سؤال بس انش في السؤال الثالث. محمد مصطفى. السؤال في بتاع اللابل بتاع اكزيت. وانا مخدش بالحضر لحضر لكم حالته اكزيت ازاي بالزبط. اللي هي ارقم كم? مش شايف الاتشوز بالدلوقتي. رمو? رقم في اي. الاجزيت في الكود اللي عندنا فوق. اللي رجعت هنا هو. انا احسرك بالراحة عشان هو في دليل. الاجزيت دي عبارة عام جمب السابروتين او مكان امام او ليبل. ما اعرفش فين ايه هو. مش موجود في الكود ده. نستطيع كل انا اعرفه ان هو موجود في الكود سيجمنت اللي هي بنشتغل فيها. وحتفقنا في المحاضرة ان الكود سيجمنت بتكون كلها هاف the same for most significant for bits. اللي هو موجود عندك هنا جيفن في هاف the same for two labels. فانت اول حاجة محتاجت مكشور ان most significant hexa digit هو f. انا هارجع تاني هنا وانا مهلي برضو. فالما هماش f زي دول. انا شطبت عليهم زي e. وده هيسيب لي ثلاثة فيهم فالحاجة التانية اذا انا ادرسته على instruction او ادرسته على label. الادرست ال label addresses كلها multiple of four لانطول الانطول الى 4. فاللي مش multiple of four سيستبايده. انا عرفت ازاي مش multiple of four ان ايه عبارة عن ايه عبارة عن ايه عبارة عن one الا عبارة عن ايه عبارة عن zero one zero one ده multiple of two بس مش multiple of four لازم يكون اخره زي two zeros. اه اه بقال اتنين واحدة منهم هي الادرست عن مين فتنفعشي. مش هناخد two labels لنفس the instruction. والتانية الصحة. واضح? اه واضح تاني شكرا. اليوم لنا سلامة. انا اتحرر شعاني? اه فضالي. اه هو في الامتحان اه كان فيه كده انا مش عارف انا طلعتها لانها فتل error الفوق في الفنكشن يعني او في الكود. كان الانت مكتوبة تحت الروب بتاع الفنكشن نفسها. يعني تحت لوب وكالك والكلام ده. نجيت اعتبر كمان error او فتل mistake يعني. انا فكرة حضلك قلت في المحاضرة انه ما ينفعش اكتب يعني ما ينفعش ارحالها تبقى كلها تحت بعض. لازم كفنكشن اه تكتب في رول واحده وباقي الكود يكتب في رول واحده. اه انت تبع التيب والتي كانت موجودة في الامتحان اللي هي الانت مترحالة صح كده? ايو ايو تماما. كانت مترحالة تحت اللوب. طيب اه دي دي محتاجة اقولص عليها تاني مع المهندس رزق يعني. للمعاجحة لو هيا مكتوبة في الاند هنا فدي مكتوبة عنها لابل. بس دي كانت تيبو في الامتحان يعني ان انا اصد ما كانوا اي كانوا ايه. او او اي اه لا اي كانت موجودة في الامتحان انا لما حضائك قلت ايه لحاجات الفيوليشن يعني. اوكي. دي محتاجين نقول الكلمة ما هنزل فيها في التصحيح حضا. شكرا. اندرو. دكتور ما عندش عندي سؤال في نومبر ناين في التشوز. اللي هو الديناميك سايز. وانا اعتبرت اللي هي السودو انستركشن اللي هي برانش ليس زن اور ايكوال لي. اعتبرتها يعني عادي وان انستركشن. فطلعت بدل ما هي الانسر ستة وعشرين طلعتها خمسة وعشرين. اه ما انفرشيكت ده في المالتبول الشويتس هي درجة فعش كنت اخترت اجابة تانية. دكتور. يعني مثلا في سؤال اللي هو الجمب ريجيستر. قلت هنشتغل عادي على الاس زيرو او الاس وان اللي كانت موجودة. يعني. 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 اعتبرنا المابس كود بتاعها. بالرقم الارجيستر الموجود. وبعد كده تحت عدلناها او صلحناها. فنفس الكلام في البرانش دي. احنا تحت كتبنا الكود اللي هم لتو بدل الواحدة للبرانش دي. ويعني. يعني. قصدي ان احنا فوق بالنتعامل كما الكود مكتوب. فانا عدتها على اساسناها واحدة. وتحت قمتها الاثنين. هذا ليس غلطة. يعني. البرانش دي. هو كود موجود او. بس دي. 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 احنا. يعني. داحت. عدلنا الكود ايا كان. هي. ايا كان. كانت غلطة. انما فوق. في. كنت. عشان كده. هي. يعني. يعني. انستراكشن واحدة. فعشان كده. انا كنت مختارها 25. وهي تلعت 26. ف. هي نفس الانصر بتاعتي تاني. دي. 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 من هذا الوقت وليس مهم من الميت ترم ان لو عندك فيه سودو ونستخدم الفك بتاعها في حساب الـ الـ الدينامي كارت تمام؟ يومنا اعتقد تسألني من شوية على الكود المترحل خلي بالك أيضا يومنا ان اللابل في الكود بيبع وراء منه الكولوم ده ان قلتني وراء بعض فالآن دي لما ترحلت مكانش وراء منها الكولوم فهذا مش هيخليها لابل هي دي كالتايفو في الانتحان بس بس هي الكولوم دي موجودة في الحل لازلكم موجودة عشان نقول عنه لابل تمام؟ انا اصلا ما كانش عندي مشكلة في انه انا عارفة ان هو مش لابل كانت بينا لما اتكتب في الاول يعني يعني اتكتب رجستر على طول بعدها بس انا كنت فاكرة ان هي فاتل مستيك انو حدارك مرحلها علشان الكمنتر حدارك قولتها في المحاضرة او 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 اكي معنا بس بقول لكم ملحوظة او او اكي معنا بس كانت بينا اصلا عشان رجستر مكتوب كان يوجد ممكن فيها يعني هениعمى كانت بينا انها ليست مى اكي نول Eltern علي السيدة علي التفضل شكراً للمشاهدة ودكتور حضرك كاتب الحل اللي هو الجي اي اللي هو GREATER ZAN OR AQN كيف؟ وحضرك عاملوا V NAND مع N هو للمش عملناه N bar X OR مع V أنا حاولت يعني أحلم وعمل True Stable بس يعني الحل لم أطلقاش نفس الحل أنا واحد في يوم شكراً للمشاهدة اللي هو G-E اللي هي يعني صح وشكراً للمشاهدة الرسمي هي دي؟ أيها اللي هي GREATER ZAN OR AQN ايه المشكلة فيها؟ هو أنا عملها N bar X OR مع V وهي مش نفس الحال بتاعها حضرك ف N bar exclusive OR مع V صح كده؟ تمام الشرحة دي جات منين؟ ممكن نفكر فيها اونلاين بس قولي جي بتاعها منينية ليه كده؟ ها هو المفروض أصلاً لو هي المفروضة عكس اللي هي زان واللز زان أصلاً بتيجي لما يكون فيه مثلاً يكون عندنا فيه overflow بيحصل يعني لما يكون فيه positive وتقطع الإجابة negative فاللز زان أصلاً ها ن X OR مع V اهي كويس ها هل ترى في الصحيح اللز زان فوق منها بالضبط ها V exclusive OR مع N كويس تمام كده بالضبط مش المفروض بقى أن اللي هي الغيرتر زان تبقى عكسها اللي هو بس فيها مش هناخد negative عشان احنا كنا معتبرين ان الصفر من الأرقام البوزطة هي بصرك على حاجة هي الغيرت زان هي برعاً N دخل معناها معها علشان نكوريكت حالة overflow اللي اخذناها في المحاضرة الغيرتها الغيرتر زان عكسها لازم تنفرطها كلها من غير ما افكر كتير ماذا؟ لو هي مش للزان فهي جريتها zero recall لو عملتش كده هيطلع في حالة تانية في النص عشان كده هي من غير ما افكر فيها تمام يا حضر لو مش مقتنع ابعث الميل وشرح لي فيه التفاصيل ونعملها مع بعض موكي ماشي محمد خالد دكتور هي هي مش الفي اكس نور مع الان كومبليمت هي هي ان كومبليمت اكس اور في امش سامع انت بتقول يبتقول الفي يعني مع مع الان هي هي الان كومبليمت اكس اور مع الفي اه تمام يعني الاتنين واحد صح? ايه اللي ركبه ده الاتنين اكوفرنت اقف لو انت تقصد كده صح? يعني مثلا يعني انا مثلا في في مش ممكن بدل اه الفي اه اكس نور مع الان استخدم اللي هي ان بار اكس اور مع الفي انا مش رمس يا لك عايز تقول انك تفك الاتنين اه لا انا مش قصدي كده انا قصدي مثلا انا وانا لو مش مش مس جراتير دان or equal هي تباني pixel بتاع الان صح? اه تمام الان ما جعنيي تباني اه طمام اه تمام. شكرا لكم. بقى سؤال واحد محمد احمد كمال. تفضل. دكتور انا كنت فيه سؤالين بس هيسألهم بس مش في الامتحان. اه لو فلسكوب تاع المحاضر اتفضل لو ما كانش مكتمعات المية اتفضل. تمام اه حضرت كنت قايل بعض الدرجات بعد ما اشوف الدرجات وانقصر الدرجات هشوف اذا كنت عملوكم حاجة ببونس ولا لا اعطي او حاجة. اه ده هنعلن عنه حاضر قريب ان شاء الله. تمام. اه حيبا فيه اه حيبا فيه حاجة نعملها ببونس. هنعلن عنها حاضر لما ننتفع عليها. تمام. الحاجة التانية بقى انا عندي مشكلة في الادرسنج مود اللي هي اول سؤالين في التشوز انا مش عارف يعني بتاخد معي وقت عقوبان ما بتطلع وصعاب تطلع غلط. ده السؤال ده صح كرا. سانية عشان عندي لايج بس. ايه تاني سؤال ده او تاني سؤال ليه مكتش اول واحدة ليه مش ايه ده لايج بس أول واحدة يا ايه تاني سؤال. او 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 اواف او 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 departed أردتها بايناري. لأنني أردتها سغير في الامتحان الذي حاولتها كيف تتخمنها مثلاً وعندتت تحسابها كيف تتخمنها. الموضوع بسيط حدري الجي فورمات الجي أر فورمات اللي هي دي. وتعمل أب كود صحيح كده. اي. وتحط الريجستر وتحط أرقامهم وتحط الشفت المون بزيرو. وتحط الفانكشن فيه. وتشوفهم صحيح كده. اي تمام. بسيط. لو عملت كده وبحولتهم بايناري سيطلع واحدة من حلول دي. الموضوع بسيط. اوكي. انا عايزة اسأل بعد علي. نور الدين اتفضل يا نور. ايوة بس ما عنيش يا دكتور وانا عندي سؤال عام كده في الامتحان. وحضرتك مش رايف ان الامتحان كان كله تفاصيله طويل شوية على الوقت بتاعه او حتى لو هو وقته طويل. بس انا دماغي مش هتجيب كل التفاصيل دي جوه الامتحان. يعني انا يعني انا هعتبر نفسي من ذاكرت او من تفاهم على الالب. بس انا ما حسيتش لانا تم اختباري في الفهم قوي. يعني انا. يعني انا دخلت فقط جريد كامل. جوه. وانا ضيعت درجات ترى جوه الامتحان. حضرتك حتى لو كنت عدلت ده. بان حضرتك صحح بسكيل او بفاكتور. فده هيأثر على الجي بي اي. يعني انا اغلب درجات الدفعة قليلة. فده ماشي زابط درجات المادة. بس انا كجي بي اي بتاعي انا قلت في المادة دي جامد. هيأثر على الجي بي اي كله. فانا ما يعني هو دلع حاجة في المادة او ده بسبب ايه طيب. خلينا علق على انت بتقوله. اول سؤال بتقوله ان المادة فيها تفاصيل. اي امتحان فكورة هندسة هو بره عن منتحان التفاصيل سفح. يعني ايه البديل انك تقامل تفاصيل في المانتحان. ايه البديل. ايه الشحل ايه النشحل ايه البديل انك اني بقى فيه تفاصيل في المانتحان. أنا عندي مواد ثانية ومتحنت فيها وشفت التفاصيل ولكن تأتي بالشكل أنا حضرتك المتحان سعلا طويل قوي على أن أرأي شهر بس بدرة المادة أنت تتكلم عن الأقطاتين مختلفين المواد الأوانية التفاصيل وطول الامتحان فهناك كم مع كل الأقطة الوحدة حسنا افصل الطول على التفاصيل امتحان فوقت الهندسة هو تفاصيل عندما أخذتوا مادة الرسم في عدادي ما هي تفاصيل هتيجي تقول لأني لا أعمل التفاصيل الرسم لأني امتحان كل تفاصيل هي وهذه الهندسة تفاصيل عندما نكتب اصيح ومشنة اسيح فهو نعمل يمتحان تفاصيل ما ها أن تفاصيل كل مادة أؤذى ذرافها ما عليش مادة الماثماتيكس جда يريدها ما تفاصيل كيف ستدخن اح الان في الماثماتيكس من فأي ان تفاصيل وفي فرق مع إنتك الماثماتاتيكس وها تفاصيل انت خلط حاجتين ببعض. انت خلط التفاصيل بالطول الامتحان. لا انا بتكلم على ان الطول ما ساعدنيش حتى اشوف الاسئلة دي كلها. يعني حضرتك بأننا احنا ثلاث ساعات في الامتحان. انا كمية الفهم ده ما كنتش هفهمه جوا ساعة ونص. اولا انا احنا بدناش ثلاث ساعات. احنا ما يدوبك من كامل ساعة ونص. يعني احليك بسايز. انا بدأ بتأخر. انا بدأ الساعة واحدة تقريبا بدأت احلم. بدأت الساعة اثنين ونص. بدأت الساعة. طيب ايا ماشي انا بكلم ان ايا كان برضو انا. الحاجة تانية. الحاجة التانية المتحان مفوضة انه تصح من 48. وتراصب من 30. ده very much acceptable or reasonable or very high raise للدرجات. طيب هو ده زبط درجات الزبط بتاع الدفعة كدرجات اللي ما يكونش في ناس كتيرة سقطة وناس كتيرة مقفلة. بس ده هيأثر معاينة كشي بايه. هيأثر معاينة كدرجة. هم الزبط الدفعة وما زبطكش ما انت برضو معاهم في الدفعة يعني. انا معاهم والله انا معاهم. هم الزبط الدرجات معناها الزبط الجي في اي. والجي في اي ما هو الا مافنج للدرجات. لأ مانا لما جيب في المادة دي مثلا سي ولا سي بلاس بسبب متر منقصني بجريت كامل. وانا لسه معرفش الا يحصل في الفاينال. فانا كده ده هيأثر معاينة لان المادة دي بتلاث ساعات وليه هيوزنها برضو. يعني انا مش بتكلم بس اغلب اضع. المادة دي بتلاث ساعات في ايه. في الكريدت يعني ايه مش دي وزنها في الويد بتاعها تلاث ساعات. اغلب الدفعة ماشي جايبين من عشرة لحد تلتاشر. فدي الدرجات مش يعني مش هتأثر في الجي بي ايه في حاجة. ده هو في المادة نفسها ان اغلب الدفعة ماشي جايبين في الحاجات المعقولة. لكن انا كالجي بي ايه بتاعي. انا لما جيت في المتر من مثلا عشرة. فانا لما اجيبص على الفاينال انا عارف ان انا هاقل برضو في الفاينال. فانا كده وقعت الجامد في شي بايه. فليه طيب انا فاهم المفتوض. يعني انا فاهم ومذاكر. ليه يحصل كل ده. مان كويس. انت فاهم ومذاكر. مفودة بقى رفلكتت في الامتحان. فالامتحان. طول الامتحان مش هو سبب انك انت نصف الدرجات. لانه طول الامتحان كومبنسيتد في المابين بتاع الدرجات في الاخر. فانت عندك اسئلة. انت لطول الامتحان سيخليك في الاخر فيه اجزة لا تتحلها. خلاص؟ الأجزة لا تتحلها دي كومبنسيتد بالريز اللي حصل في الدرجات لكومبنسيت بطول الامتحان. لكن خطأ الحل في الامتحان لا ترى مش مرتبط به ومش مرتبط به طول الامتحان. انت بتقول تحل الرايت من الوقت يخلص منك الامتحان ما كفاش وقت. فده كومبنسيتد. لكن كنت تحل الاسئلة غلط. ده مالهاش هلقى به. ده ده هاخر مذكرتك وفاهمك للمتا. شافي يعني حضرتك برضو مفروض ده نفس اللي هتكرر في الفاينل. ونفس الدرجات الأغلب الفئة بتاعت الدفع كلها. هتكون ما بين العشرة وما بين الاثناشرة. يبقى نفس الحوار برضو في الفاينل. هاوكود انت ولا انا نعرف الحكاية دي. ده ده اللي حضرتك بتقوله. مهما هذاكر برضو مش هجيب عالي. انا ما قلتش كده على فكرة. انا عارف لانا اذاكرتك ومع ذلك من جبتش عالي. وعلى فكرة اغلب الناس كده يعني هو اللي بيجاوبوا مع حضرتك دلوقتي دول فئة ولايلة جدا. اللي جايبين من ستاشر ونص ولا من سبعتاشر لحد عشرين دي فئة ولايلة جدا تعلم. يعني الجرافي اللي باشموندس رزق منزله بيبين كده جدا. الجرافي مين الديستروبيوشن اكروس الطلبة كلها. بس خيني ارجع وبرده اقولي كم انت بتقولي. يعني مهما عملتوش تامل قوية للفاينل. ليه؟ انت ستكون ذاكرت افضل للفاينل صح؟ يعني انت اول الميت ترم بالراحة علي بس بالراحة علي. انت في الميت ترم بتذاكر الليفل معين. الفاينل بتذاكر اكتر. ليه 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 يخترعوا الميت ترم وليه يخترعوا الكوية؟ عشان تذاكر على ميل ستونز فتبني انت بالتعرف اكتر على الفاينل. فالأصامشن هتعمل ده في الاخر السنة زي ده. فده اصامشن غلط كمبليتلي. ده معناها انك انت من لحظة ما خلصت الامتحان. انت اخذ السنة مش هتذاكر المادة تاني. فده مش مزبوط. المفروض انك انت الامتحان في حد ذاته. سبت معلومات في دماغك. خليك تذاكر لفت ناصرك. طريقة مذاكتك المادة هتختلف. هتحتم بيها. هيبعندك مور تايم تذاكره اكتر. هيبعندك فوكوس انتحانات اخر السنة لها. فانت مفروض الامتحانات يتحسن في اخر السنة. وليس يسوق. والأصامشن ان انك مش هتذاكر ومش هتغيّد. هذا أصامشن غلط. هذا واحد. الاثنين. الاثنين. الدستربيوشن بتاع الدرجات. في اي امتحان في العالم. لماذا ننشر الدستربيوشن؟ ننشر الدستربيوشن لسببين. السابق الاولاني. لكي ترى ان تظاهر ان تظاهر ان تظاهر ان تدفع اكتر. يجب ان تظاهر اي اجزام في الدنيا عليها. ويجب ان تظاهر ان تظاهر اي اجزام صحيح و ماذا؟ لانه هو الجاوسن shape. صورة البرشن. الصورة البرشن. ذهب ان تدراسه في الستيستيستيكس. فالبعض ان البرشن لديك اي امتحان. فهو محسن. حسنا. صورة تعلق البرشن. او الريز تعلق في الدرجات. هدفها. يطبق البرشن إلى النظار البرشن. يمكنك تتعامل على أي طول كان موجود في الامتحان عمر لا يوجد عمل في الامتحان في أي بلد في العالم سيظهر طلبة كلهم جميعين في الـ Top 5% أو 10% ما هي حيث؟ لأن هذا هو نورمال دستروبيوشن وإن أي شيء يتعامل معه ويجب أن يظهر على نورمال دستروبيوشن أنا أتكلم بشكل عامل فهو رداً على كلامك أنت الامتحان المرفوض أنه تظهر لك نقطة ضعف والقوة لكي تكون تظهر لفاينل لكن أنا أطلقت ضعيف في كل حاجة فإن أنا مضاخر دي بردو المتحدث لا يتفهم أترم ما خلصش انت رجال ما طلعتش انت مطلعتش ضعيف أنت أنت لدينا الانتقال أنت أطلق ضعيف هذه تجربة l' ちاءوا لا لا، ليس الانتقال لكن أنا أبيث على شيء أي مادة في الدنيا لازم وما بينها عاملين مذاكرتي وامتحان حضرتك فأنا مذاكرتي مجمع رفع أمهلها امتحان حضرتك هو اللي جاي حسست من المذكرتي ما فيهاش ما ما أسهرتش في حاجة فأنا كده عمري ما حس لأنا كويس وأنا مش عارف أن أتكلم عن نفسي أممكن أن أطلع غلط برضو أنا ممكن أن أطلع غلط عادي بس أنا أتكلم على ده القصامشاً بتاعك ده القصامشاً بتاعك أنا أنا امتحاني درجة الصعوبة فيه والسهولة باقسها واشوفها ميرود في الجراف دستربيوشن الجراف دستربيوشن ده بيعبرني الامتحان ده كالريزنابل ولا لا مدام الجراف دستربيوشن is the normal distribution للامتحان ثم النتيجة بالتعبر من نتيجة صحة نتيجة إذا كسبتابل أو الامتحان كسبتابل يعني ما العمل الناقص هو المذاكرة ما الذي أريد أن أقوله لك أيضاً ليس مهم درجات الميترن درجات الميترن أيضاً ليس مهمة It's a small fraction of the course المهم أيضاً؟ المهم للامتحان يساعدك على حاجتين يساعدك على أنك تعرف أنا ذكرت كويس أو لا أو مفوضت أن أذكر كيف وهذا المفروض تركز عليه بدلاً أن تشغل بالك الامتحان كان طويل وأنا دفع عمتي لا يعني ركز على نقطة أنا محتاج أطلع من الامتحان ده بمذاكرة strategy المذاكرة في المادة دي والشيء الثاني للامتحان أريد ركز شكل المادة كل مادة لها الـ style يعني إذا لم أتذكر الـ computer organization كما كنت تذكر الرسم الهندسي أو الـ graphics في كورس الإعدائي كل مادة لها الـ style هناك مواد بتقامور mathematics في مواد memory programming هناك مواد بأمور graphical هناك مواد بأمور graphical هناك مواد بأمور فيها article and so on فأنت محتاج تزول مذاكرتك بيزدع على خبرتك في المتحان الـ midterm لذلك هم اخترعوا المتحان الـ midterm في modern education لكي تكون مستعد للمتحان أيضاً مفاجآت ما حدثت في المتحان لم تكن مطاقة هذا لا يحدث في المتحان لذلك المتحانات من الشكل المتحان ليس مفاجئة في المتحان لقد رأيتها وقد رأيتها تقوم بأمور أيضاً هذه نقطة مهمة جداً 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 مع الكتاب الـ midterm في حوالي 14 سنة ودى الأمتحانات وكلهم بـ similar style similar shape similar length وشيء هناك كثير من العمل أنت قابلت على إصابة القسم بالتحانات وقد قم بحيث عن الـ midterm فأنت مقدم اتقصد لذلك لأن تكون قلت على خلال وإذا كانت ذهentت ذلك والديكم أحضرها التي تحالها تعاود عليهم واحد يدكب في المتحانات وستطيع حلهم بيدا يدكب على الحلول وستطيع حل الى المتحانة ويقعد يذاكر فيهم ويضرب عليهم. هي تدريب. هي عاملة مثل فى شراءة تدريب كبير. فى الشراءة ان انا عملت وحش أو عملت كويس أو نقص فى اجيبه في أخر السنة. فى الشراءة ان انا مستخدمت لا اتنسى انا انا اجيبه كويس ويقالت ان انا غيرك في أخر السنة. من الماضي النتيجة في أخر السنة تبقى احسن كثير من نتيجة في نفس السنة. وعلى الواقع ان الناس بقى أكثر تدريبا. فى الشراءة انه سيجيب نفس الدرجة في أخر السنة. سيجيب نفس الدرجة لنقطة تانية. ليس نفس النقطة الحافظ عليها انه غيره سيتحسن في أخر السنة. جون جون سيجيب نفس الدرجة أولا على نقطة الولد الذي كان يتكلم انا لم ترى اسمه فقط. الامتحان يا دكتور كانت فرستراتي. يعني حضرتك حضرتك من ثلاثين. فأنا لا أعلم فقط ان الامتحان من ثلاثين والامتحان من اربعين. لماذا يعملين الدرجات أكثر من الفول ماركت؟ أولا هو ما اسمه الولد هو اسمه زميلك صح؟ اسمه البشمهندس اسمه البشمهندس فلان انا نسيت اسمه اللي كان يكلمني. لكن هو البشمهندس فلان مش الولد. نعم. نعم. بشمهندس نور اه بشمهندس بشمهندس نور. يعني هو الفولي انه يبقي مهندس بعد انه ساعتان من ثلاثين. السؤال انت بتسأله هي الاسمه يصلح من اربعين وارسو من تلاتين. هو الامتحان طويل. صح؟ وأنا أعلم انت ان اقليه طويل. هو الاسمهندس اعني اسمه انا لم اعرفش حارصوضه من كم. الزمان عندما كنا طلبة مكننش يكتون لنا فى الامتحان كانوا يجبوننا في الأول الورقة في الامتحان نقطة يقول لك أتمت the following questions كانوا يكتبون في الامتحان في الأول أتمت the following questions يعني يحاول في هذه الأسئلة وعندما كنت بدرس دكتوراه في كندا في الامتحانات في الـ undergraduate لم يكنوا يتكلمون أن الطلب سيحلوا كل الأسئلة هو يرى الطلب سيحلها من هذه الأسئلة ثم يتحرك فإذا سنفعل هذا أو سنفعل هذا إذا سنكتب أتمت the following questions ولا بنسيب الامتحان تحل قد ما تقدر فيهم الفكرة في الموضوع هذه الدرجات sum of the marks على الامتحان هي 40 ولكن هذا ليس معناه أن الدرجة التي سأرسل منها هذا أقصى شيء أقدر أعملها ولكن أنا أرى أنتم تحلوا في قد وبالتالي أرسد الامتحان لماذا أفعل ذلك؟ أمكن أن أجعل الامتحان قصير وأضعه من أول من 30 هذا 6 أنا لا أعرف على درجات في الموضوع من زمان كتير وكورسات أخرى عندما أجلب الامتحان قصير النتيجة تظهر كثير من أن أجلبه طويل وسكيل الدرجات أنتم ليس متخيلين أو أنتم لذلك أنتم لديت 10 أو 10 حسب الحالة البونس لكن إن أجلت أن أجلت منه سؤال وحالته ورصدته كما هو ستطلع على درجات كثير من عندما تحول الـ % ستطلع على درجات كثير من لماذا؟ لأن هناك شخص يتذكر ومثلت 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 كل مهم ذلك المختلفة مهما كان عمر ما الوضع المتحان سيكون صيد مع مذاكرتك بالضبط 100% يجب أن يكون مختلفة ومثلت على شيء ومثلت على شيء لا يتوقف لأنني لا أفكر كيف أجلب أسئلة في الأجزاء التي لم تذكرتها لا يتوقف في الغالب لو أحضر المتحان قوي كما يقول من قليل أن هناك تفاصيل كثيرا وأنا أحاول أهدت تفاصيل كثيرا لسبب لأخطر أزود لأنك تأخذ درجات أعلى كل ما يجب تفاصيل أكثر وأدرس تفاصيل أكثر وأدخل تفاصيل أكثر كل ما أنت أحتمال أن أجد جزء فاكره من المحاضرة فاكره من السيكشن أريته سماعته وفتكر تعلقه في الدماغة هذا يزيد أكثر مع التفاصيل الأكثر فإن أنا صحح من 40 وزوده ورصوله من 30 هذا ليس شيء جيدا من ناحية أنك من المفتحان يعني إذا لم أحسبك على أن أنا أخطيت المتحان سيأخذ منك وقت أكثر من الساعة ومسطة المتحان أخضم في الاعتبار أنني في أي متحان سأضعه سأحاوله أنا سأحله بنفسي أنا كما معي موضي الأنصر قبل أن المتحاني ينطبع أكشوني وأنا سأحله بنفسي على الأقل على الأكثر في تلت الوقت المسموح لكم فأنا عملت ماذا؟ أنا عادت أحله على الكمبيوتر وعادت أعمله بالألوان وعادت أعمل هذا كله في تلت الوقت المتاح لكم أخدا في الاعتبار أنني أدارس الكورس هذا من كتير وأنني أكبر سنة وأنني أدارس مادة ومعاية دكتوراه فأنتظر هذا كيف أنني أخذ تلت الوقت فإذا أخذ تلت الوقت فإذا أخذ تلت الوقت سأضعه سكيل الدرجات سأضيف عليها درجات وسكيل لا يوجد مشكلة من درجة أقالة وكل هذا يكومبنسيت طول الامتحان أتمنى أتمنى أنني سأضيفكم أحمد عبد المنام أريد أن أتمنى أنني أتمنى أنني أتمنى أنني أخذت أخذت أحدهم أنا أخذت من الامتحان أنا أعرف أجابات الامتحان كله فعلا أنا أشعر أنني أشعر إجابتي لكنني لم أجد أيضا للمشكلة الوحيدة لأني لم أفعل درجة واحشة في الدائح. فقط أعتقد أنني قيمت على أساس أن أستطيع أن تحلها بسرعة أو لا. فليس على أساس أن أكون تفهم الكلام تلك أو لا. لأنك في الأجزاء التي لم تستحقك تستحقها، لأنك لديت 10 أكثر ماركس في المقابل الأجزاء التي لم تستحقها. أنا ليس في كل مرة أزود 10 درجات. وليس في كل أجزاء أزود 10 درجات. ساعة 8 أو 7 أو 12 ساعة. حسب كل أجزاء وظروف والاستخدام المتعاملات. يسرى أنت كنت بتكلمي يا يسرى تفضلي شكرا للمتابعة أنا دلوقتي الجزء اللي هو بتاع question 3 والجزء بتاع شابتة 4 مش المتر شابتة 4 عمتا يعني أنا مش عارفة خلصة منهم يعني أنا مش عارفة المفروضة أعمل لي علشان أعرف حالة فيهم كويس أنا فهمت المفادرة وفهمت الشرح اللي حدرتك قلته وحضرت section فهمت اللي بشمهند سألته باقي الحالة مش حالة لكولة يعني حس إن أنا مش عارفة حالة برضه يعني مثلا في تقسي فتح في بالي خالص إن أنا المفروض إن أنا عدل الSP أو إن أنا أنا خدت بالي الرجستر سهلت بس قلته جايز يعني حضرتك حطتها كده علشان عادي يعني ما حسيتش إن أنا مفروض برضو عدلها مفروض إن أنا عدل ده إزاي؟ طيب ردا على سؤالك أنت كنت بتسأليني إيه إنك تذكرتي بس أنت مش عارفة تذكر كويس أحضرت extension محاضرات أنا عندي اقتراحين تقدرتي أعمليهم اقتراح الأولاني أنت ذكرتي خلاص وحضرت extension وحضرت المحاضرات وشفت السؤال وشفت حله أنت عند الكتاب الامتحانات في سؤال في شابتر 4 وحضرت أحد أسئلة في الـ 14 الامتحان الموجودة وحيانا هناك 2 أسئلة عندما يجب أن تفعل أن تظهر على السؤال لا تظهر على الحل أحاول أن تحليه بعد ذلك حاولت تصحح السؤال إجابة لنفسك ولكن لا يمكن أن تظهر على الحل لا يحاول أن تحليه يعني يجب أن تحليه كثيراً يجب أن تشغل مخلك كثيراً لكي تحاول أن تحليه عندما تستطيع أن تحلي السؤال أو تحليه وصححتي لا تحاول أن تحلي بعض الطلبة يقول أن أحلي الانتحانات كلها سنصلحها كلها مرة واحدة هذه النقطة جيدة يجب أن تحليه واحد ونصلحه ونصلحه لكي تستطيع استخدام المعرفة ومعرفة ما نتعلم في السؤال الثانية ومعرفة عندما تعلق ذلك ستتعلمي بعض الأشياء لأن تحلي في الثاني وكذلك بعد قليل ستبقى تحليه ستبقى تحليه ستبقى تحليه ستبقى تحليه ستبقى تحليه تحليه ثم المحاضرة ستبقى تحليه تحليه إبعادة إيميل أو أديني النوت والجزء سأشرحه في المحاضرة لكن لا يوجد محاجر لأنني أجلها لتحليه ثم سنشرح كم قادم نشرح الأشياء ونقولها سنشرح الأشياء هذه الممتعات التي تحتاجها هي التحليه تحتاج إلى أن تحليه التحليه الممتعات التي تحتاجها شفتر 2 فالواحد لأفهم الحاجة سأقوم بفهمها سأقوم بها تمام بالجزء تدريب وإستاذ أن تقول ماهي الغلط فيه أنا لا أعلم ماذا هي المفترض التي تتحليه لكي نعرف سأضل على الأخطاء هو التريسينج والأخطاء دعو حكتين مختلفين لو أنت تقصلي في التريسينج إن أنا أعمل كلا هو مثل الجدول اللي أنا عمله أنا بس مش عافظ شاشة غيارة عندكم ولا فأنا أقف شوية أنا واقف عند الصفحة التامنة الجدول اللي فيها لو إذا أردت من التريسينج اللي هو الجدول ده صح كلا الجدول اللي واقف عندك واضح إن إن كانت تريسينج في التريسينج في التريسينج في التريسينج أنا لا أستطيع كشخصيا أمسك التريسينج وأن أردت من هذا بصرع وعرف التريسينج أنا دائما تعود أعمل التريسينج أعمل جدول أرى من يذهب إلى ويأتي وهو جدول تريسينج يتكسل تعمل الجدول يتكسل تعمل الجدول ثم يزهق ويكمل في ورقة أخرى لكن لا إذا أردت من التريسينج كذلك إذا أردت من التريسينج إذا أردت من التريسينج يأتي عنوان السؤال الأولين من شابتر 2 والسؤال الثاني من شابتر 4 شابتر 2 يتكسل ماذا؟ يتكسل يتكسل المتحدث أو المتحدث أو المتحدث التي تحدث في الريجستر في شابتر 4 يتكسل مثل آخر مسألة في الأسئلة هذه السادة تبقى طويلة والغلطة فيها تتكسل فمحتاج أن تتدرابي عليها كثير ستجد منهم كثير في الاندحانات السابق هذا رضا على السؤال السؤال الثاني هو الغلطات في الكود هو يعني إذا أردت من التريسينج هذا تحت تيتل التريسينج التريسينج في الأخير يتكسل 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 تحديث في الأخير يتكسل ويوجد مكتوبة في الكتاب ويحاول أن نطبقها الأول لكن بعد قليل يتعود على الصحة يتعود يتكسل وهي خبرة التريسينج والتريسينج في الكرس خلال الثلاث شهور أو السمسطر يتعود الكثير في التريسينج فأنت عندك أيضا كتاب الامتحانات موجود مسائل كثيرة جدا حاول أن تتكسل كثيرا كثيرا ثم تحل المسائل أنا حلت أسئلة المتحانات أسئلة المتحانات أنا حلت سألتك سؤال كيف تتعودهم هل أنت عادت في السطب أجبت الامتحان وخبيت الحل خالص وعادت تحل السؤال وانت حمل بعضه في الوقت المحدد ليسوان كان ساعة وربعة أو ساعة ونص وحلتي لغاية آخر خالص 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 ثم أجبت الموضة وعادت تصلحي وفهم الحلول وكيف تفهم الحلول أجبت أنا لا أعلم أجبت إذا فعلت هذا على الأقل المتحانات ستحتاج إلى الكثير من المتحانات أولا ستجد أنا جنسة يبدو على الحلول وأجنسة يحاول يحل الامتحانات في ورقة الجنب أو في الكتاب لا عندما كنت طالب في المادة لم تكن لديه هذا الكتاب لقد عملته بعد لكن عندما كنت طالب كنت أعمل كده كنت أجل الامتحانات وأقعد أعمل كده بالضبط أتحان مدة 9 ونصف هو جزام open book أو closed book اللي مسموح لي لا أمامش في أي شيء أقعد أركز أحيان الامتحان كله وقت لآخر ثم لو عندي الحلول متاحة ومش كل مؤدي لتحلول متاحة فيها أقعد أصلح نفسي أو من الحلول مشتاحة أضوع على الكتاب أو أسأل وأصلحه وأتعلم من الغلاطات اللي فيها ثم تتعلم فالحلول في حديثاتها تتعلم أفضل أفضل حسنا شكرا جدا مين عنده مين عنده سؤال تاني أنا يا دكتور عزيز أفضل هو أنا مطلب بأن أكتب التفاصيل بكل حاجة في السؤال يعني مثلا في الوقت لا يستعرفني أنا خلص أنت حان أصل تفاصيل أصلا أنا يعني عشان أعرف أخلص يعني مثلا أطلع حاجات طلع من دماغي بس الخطوات مش هلحق مثلا أنا عايز أقوله أن الواحد يبقى بصفة عامة بصفة عامة بيكمبروميز في ماذا يكتبوا وما يكتبوه يعني للا هكتب كتير قوي 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 صح ولا هكتب لا قوي صح هي خبرة وانت عندك كتب الكثير من المصحح لكي تفاصيل لكي تفاصيل كتير حدايع وقته وممكن المصحح لا يراهم وماذا لا يكتب التفاصيل ممكن المصحح ينقصه درجات فكتب التفاصيل لكي تظهر المصحح لكي تظهر المصحح لكي تظهر المصحح والهدف من التفاصيل لكي تغلط المصحح يستطيع التراث معك الغلط ويستطيع درجة أو درجة ويستطيع فهي خبرة هي خبرة يعني في الإنجليز يقوله precise يعني تستطيع تكتب مقلة ودلة ما يفيدك لكن لا يكون ليلة أو كثير محمد رجب تفضل محمد دكتور وحضرتك كنت قال أن حضرتك قد أشواء الأجزاء التي لا نعرفها قوي أعمل أنا أعملت بوست على فيسبوك أعملت أنا أعملت بوست على فيسبوك الكورس رأيت على البوست وانت فيها الأشياء أعملت هذا لا يشمل أن أحد يكتب شابتر 2 وشابتر 4 لا أن أحدد جلز معين معين أشرح تمام هل فعلا أقبله أو دكتور أن أحضرتك مثلا مثل سؤال 3 ونحلها كثيرا في المحاضرات أو لا لا يوجد مشكلة لكن لا يوجد مشكلة لكن لا يوجد مشكلة أن أحل السؤال 10 مرات لا يوجد مشكلة حسنا أنا فهم يا دكتور يعني أقصد يعني لو حلناها مرة كمان نفهم أكثر نعم لا يوجد مشكلة لو أحد تجلب سؤال من المتحدة يجب أن تحل ودوده شكرا هل هناك أسايا ثانية أو خلاص أنا لم أشرح ليس جزء من المحاضرة فإن شاء الله وإن شاء الله في المحاضرات الأسبوع إن شاء الله لو هناك أي شكرا أو أي شيء مكتبعاته شكرا 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 شكرا